اشتركوا في القناة جمهور النادي الاهلي كانت متشوقة يعني تسمع اسم المدير الفني وكان فيه كتمان شديد ولكن النادي الاهلي صانع الحدث بالامس اعلن تقريبا الساعة السادسة عن كلر المدير الفني للنادي الاهلي وصل النهاردة وكان طبعا فيه تقطيع مع زمالنا امير قبلنا وكان واصل مع المدير الفني في التاتش وغرف الملابس وواضح ان هو شخصيكم دي اكيد هنتكلم عن كلر بشكل كبير عنده ثقة وودود اكيد هنتكلم عنه بشكل كبير ولكن لما نطلع الاول نشوف مرسلنا محمد التوفيء من النادي الاهلي ينقلنا اخر تطورات هناك لو محمد موجود معنا مساء الخير تحياتي لكم ولكل مشاهدات قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل لكم هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيرة مساء الخير عليكم ومتحياتي لكم جميعا في النادي الاهلي في كل مكان أنا زيما حك croisه وصول المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مرسل كولر يمكن النهاردة زي ما انتم شفتوا في اللقطات اللي زعت عندنا حصريا على شرط قناة النادي الأهلي استقبال أكثر من رائع للموديل الفني كان رجل متفائل جدا بالأجواء اللي شافها داخل النادي الأهلي هنا كان حريص زي ما شفتوا في اللقطات أنه يعين كل حاجة هنا داخل ملعب مختار التيتش في دقة من غرف الملابس العيادة صالة الجيم أو الألعاب الرياضية كل حاجة في النادي هنا كان حريص أنه يشوفها ويتعرف عليها وكمان على أعضاء الجهاز الإداري اللي كانوا موجودين بالفعل في استقباله داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة كمان عين أرضية ملعب مختار التيتش كل حاجة في الملعب كمان كان فيه حوارات مطولة جدا مع المهندس المسؤول عن أرضية ملعب مختار التيتش كان حريص أنه يعرف كل حاجة عن الملعب كمان أصر على إضاءة كشفات ملعب مختار التيتش بالكامل وعشان يشوف الإضاءة ومدى جودتها داخل الملعب هنا كمان كان فيه يعني حوار مطول مع المهندس خالد مرتاجي عوضه مجلس إدارة النادي الأهلي أو يأمين الصندوق في مجلس إدارة النادي الأهلي اتكلم معاه عن صور شهداء النادي الأهلي الموجودة في مدرجات مختار التيتش البريد تتديّن بها ومدرجات مختار التيتش يمكن إلى هذه اللحظة زملائي العزاء موجود المدير الفني والجهاز الفني المعاون مستر مرسل كولر موجود داخل النادي الأهلي إلى هذه اللحظة طبعا كان فيه جلسة مصورة للحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن رجل كان حريص أن يتصور في كل حتة داخل الملعب مختار التيتش وكمان مدرجات الملعب زي ما قلنا يعني كان حريص كل الحرص أن يعرف كل حاجة يتعرف على كل الإمكانيات الموجودة داخل الملعب كمان إن شاء الله بكرة هيبقى فيه جلسة مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلسة الدارة النادي الأهلي ومن بعدها إن شاء الله اجتماع باللعبين للتعرف عليها وزي ما قلنا يعرف اللعبين على سياسته وإزاي الدنيا بتمشي معاه فيه شغله سواء في التدريب أو المباريات كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق للجهاز الفني الجديد وبإذن الله يكون موسم مليء بالانتصارات والبطرات للنادي الأهلي وهبقى دائما للنادي الأهلي في المقدمة إن شاء الله يا محمد بنشكرك يعني شكرا جزيلا وبنتمنى التوفيق للمدير الفني زي ما حضركم شايفين على الشاشة دي كانت لحظات وجوده في ملعب التيتش وداخل غرف الملابس نشكرك يا محمد يعني التقطية يعني استمتعنا بيه وشكرا جدا لك إن شاء الله كل التوفيق لكلر فارس إن شاء الله المدرسة السويسرية وتحديدا بعد نجاح ريني فيلر وترقب من جماهير النادي الأهلي بيأتي كلر وللأمانة كان مهم جدا أن يكون معايير اختيار المدير الفني الحالي مختلفة عن معايير اختيار ريكاردو سوارش يمكن النادي الأهلي في وقت من الأوقات لما كان ريني فيلر بمعناب نتكلم عن المدير الفني السويسري كان قبقى وسينة وأدنى من الرحيل وكان مكرر خلاص إنه ومش هيجاد التعاقد وكان محتاج يسافر وكان وكنا داخلين على مرحلة صعبة جدا 1 أكتوبر تحديدا كنا داخلين وعندنا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فكان نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فكان التعامل من خلال المعطيات اللي عندنا عندنا بطولة أفريقيا عندنا نصف نهائي بطولة أفريقيا فلازم يكون المدير الفني هو دارس ولامم بقارة أفريقيا فبالتالي كان الاختيار هو بيتسو مسماني وبالفعل كان اختيار موفق وقدر يحق نجاحات لما تم اختيار ريكاردس ورش يعني يمكن ما كانش موفق في الشهرين ممكن يكون وقع عليه نوع من أنواع يعني الظلم إنه هو جاف الظروف صعبة جدا للنادي الآلي لكن المعايير المرة دي كانت مختلفة كنت محتاج معايير مدير فني عنده الشخصية القوية مدير فني عنده نجاحات مدير فني لاب تحت ضغوط مدير فني قدر يحقق بطولات مدير فني قادر على التعامل مع اللاعبين وروح التعامل مع اللاعب وعلاقته بين اللاعبين بتكون علاقة فيها ود واحترام لأنه مدير فني واسق في نفسه قدر يحق نجاحات مع منتخب النمسا قادر النمسا للمركز العاشر في التصنيف الدولي قادر النمسا لليورو 2016 وده كان من ضمن نجاحات بـ 28 نقطة من أصل 30 نقطة كل دي كانت مقاومات لمجلس إدارة النادي الآلي لاختيار كولر كل الكلام وكل المعطوات بتقول إن المعايير مختلفة بالتأكيد عن سوارش ولكن قرة القدم دائما وقبرا تعتمد على عامل التوفيق نتمنى يكون كولر مدرب موفق مع النادي الآلي ويستكمل مسيرة بطولات النادي الآلي أكيد جماهير النادي الآلي عندها ثقة ودائما وأبدا بتكون دعمة لاختيار المدير الفني والمدير الفني إن شاء الله يكون قادر على إنه يقدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الآلي لأن دي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة وكمان من المهم إن احنا نعرف إن مارسي الكولر أنا بشوف إن أنت رحت لفكرة مختلفة أنا دايما عندي اعتقاد إن فنيا أنت في الدوري المصري مع احترامي لكل المدربين أغلب المدربين أجانب اللي بيجوا بيكون عندهم خبرات أكبر سيفي أكبر احتكاج في دوريات أكيد قوية دوري ألماني دوري سويسري فكل دي خبرات تدريب منتخب كل دي حاجات كمان مهمة إن احنا نكون عارفينها فبالتالي مفتاح تفوق أو إن أي مدرب يتميز مع النادي الآلي أو أي نادي مصري على فكرة يعني مش الآلي بس إن الشخصية شخصية جزء مهم جدا 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 بجانب الفنيات اللي أكيد مدرب درب في الليفل ده هيكون عنده الحد الكافي من إن أنت تكون واثق إن عنده الفنيات الجيدة طب إيه المفتاح؟ المفتاح الشخصية وده مهم جدا إن احنا نكون عارفينه ومرس الكولر وغالبا أنا مش مع فكرة المدرسة اللاتينية أو المدرسة البرتغالية أو المدرسة كذا في التدريب لأن التدريب ما فيهوش مدارس ده إذا تعلق الأمر بإيه؟ تعلق بالفنيات يعني حتى المدرسة الأسبانية هتلاقي فيها لا ناس كتير جدا مدربين أسبان اختلافات كبيرة جدا أرجنتين هتلاقي سيميوني مختلف تماما عن بيالسة عن ناس كتير يعني أنت بتشوف تفاوت كبير جدا في الأفكار الفنية فبالتالي المدرسة ممكن تكون موجودة على مستوى إيه؟ على مستوى العقلية أهو البرتغاليين نقدر نتكلم أن عندهم دايما مجموعة من الأفكار ونمط الحياة وطريقة التعامل قريبة من بعض الأفكار الفنية ممكن تختلف المدربين كمان السويسريين دايما بيتميزوا بقدرات لها علاقة بالسرامة قدرات لها علاقة بالشخصية والسيطرة على اللاعبين وقدرات لها علاقة بأن أنت يكون عندك مدرب دايما 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 بيكون مسيطر على غرفة اللبس ودي حاجة مهمة جدا وحاجة أعتقد أنها بنسبة كبيرة موجودة بمارس الكولر وده مش اجتهاد مننا ولا رأي مننا لا إحنا هنروح معاكو لكلام فائلي وعملي اتقال عن الموضوع ده مارس الكولر هنستعرض كل اللي ممكن تتخيلوه عنه فنيا ولكن كمان مهم إن احنا نروح لحتة حتلاقوها مختلفة دايما معانا في الأهل قط أحمر وهي جانب الشخصية مارس الكولر كان في مقال كتبوا البروفيسور هلموت كاسبر عن جوانب مهمة جدا في شخصية كولر ده حد في إدارة الموارد البشرية من البروفيسور هلموت كاسبر ومتخصص في فكرة السيكولوجي وأنه هو يقدر يقيم شخص زي كولر فاتكلم عن نجاحه مع منتخب النمسا وربطه بسمات الراجل ده الشخصية قال إيه؟ نيجي للنقطة اللي موجودة معانا هذه مقال كتب البروفيسور هلموت كاسبر بيقول حقق مدرب كرة القدم مارس الكولر ما لم ينجح فيه أي شخص آخر لقد جعل فريق كرة القدم الوطني النمساوي أحد أفضل عشر فرق في العالم ما الذي يمكنه من تحقيق ذلك كسفات شخصية قال إيه بقى؟ يصير مارس الكولر المشاعر والحماس يدرب كل لاعب كما لو كان اللاعب الوحيد في الفريق ومع ذلك فهو يفهم بشكل أفضل من غير كيفية تكوين مجموعة متنغمة من عدد من النجوم لما نجي نتكلم عن النادي الأهلي قبل ما أسامة يروح معاكم للنقطة المعروضة لما نجي نتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي فريق نجوم فأنت بتتكلم عن إدارة النجوم فمارس الكولر من هؤلاء الذين يجيدون إدارة النجوم في تجربة قوية مع منتخب كبير زي منتخب النمسا تأكيد يا فريق دا اللي احنا محتاجينه في النادي الأهلي ونتكلم بس بعد ما نستعرض المقال لأن النقطة التانية بيتكلم عن فهم نقاط القوة والضعف لدى كل لاعب ويعرف كيف يجعل فريقه يلتزم بالهدف المشترك دي نقطة مهمة جدا أنت بتتكلم عن مجموعة نجوم كل لاعب بالتأكيد عنده نقاط قوة ونقاط ضعف لما يكون المدير الفني قادر على أنه يلمس نقاط القوة ونقاط الضعف في كل لاعب عنه ويقدر يتعامل معهم في بوتقة واحدة كنجوم دايما في الاهلي عارفين أن النجم هو الفريق إذن شخصية الراجل أو النقطة دي في شخصية المدير الفني مناسبة تماما للتعامل مع أجواء أو مع مدرسة النادي الأهلي الإدارية واللي احنا اعتدنا عليها طول تاريخ النادي الأهلي نيجي النقطة جديدة اتكلم فيها البروفيسور هلموت كاسبر وقال عن مارسيل كولر وده اللي احنا بنتكلم فيه وربطه ده بالنادي الأهلي نجح كولر في فعل ذلك مع كبار النجوم في النمسا منتخب النمسا كان فيه عدد من النجوم المميزين قال مثل ديفيد ألبا وأرناتو فيتش ودراجو فيتش وكريستيان فوكس ومارك يانك دفعهم إلى قمة مستواهم لأنهم يلعبون في مراكز مختلفة ومع ذلك لا يتنفسون على النجومية هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ازاي يكون عندك نجوم مميزين ولكن انت تقدر تخرج كل اللي عندهم لمصلحة الفريق مش للمصلحة الفردية وفيه كمان كلام مهم جدا عن الشغل على العامل الفردي ولكن مهم ان يكون عندك نجوم وتقدر تديرهم ما يعملش ده غير مدرب عنده قدرات شخصية قادرة على إدارة النجوم اللقطات اللي جابت لنا الكولر في استادي التيتش وفي الملعب واضح انه بيمتلك حس فكاهي يعني راجل مرح جدا والناس ممكن تتفهم ان هذا الشخص المرح ممكن ما يكونش صارم الشخصية لا بالعكد ده ده الشخصية الواثقة من نفسها زي ما مكتوب في النقطة الرابعة كولر يحظى باحترام لاعبيه ليس فقط لانه مدرب كرة قدم ممتاز ولكن ايضا بسبب طريقته الواثقة مهم جدا يكون عندك الجزء ده لان كان ريني فيلر في وقت من الاوقات كان فيه مشكلة ان فيه سرامة ازيد من اللازم وكان بيقول ان انا مش دوري ان انا اصادق اللاعبين ودي مدرسته لكن كولر واضح جدا انه هو شخصية عنده حس الفكاهة ولكن مع سرامة مع ثقة في النفس وقادر يتعامل مع لعبيه مهم جدا واحنا بنتكلم في النقطة دي نوقي الضوء لجماهير النادي الاهلي واعتقد جماهير النادي الاهلي الفترة دي تحديدا بدأت تشوف القصة بتحصل ازاي والتعامل الاعلامي مع مدربين اندية ومنافسة بيكون شكله عامل ازاي عايزين نتعلم من الدرس اكيد اللي حصل فيه وقت وجود موسيماني وما قبل موسيماني ريني بايلر فترة ما بعد كورونا لان دي نقطة مهمة جدا هتساعد المدير الفني ان تفضل شخصيته واثقة وصارمة امام جميع اللاعبين ليه بقى لان لما حصل بعض الانتقادات على بيت سموسيماني جماهيريا وعلى مستوى الجميل وحصل بعض الانقسامات ده اتنقل للاعلام الرياضي وبدأ الاعلام الرياضي يمتطي زي ما بيقولوا كده حالة الغضب عند بعض جماهير النادي الاهلي ووجهوا اسامهم نحو بيت سموسيماني بيت سموسيماني اللي كان بياخد برونزية كأس عامل اندية مرتين وبيفوز خمسة على المنافس وكان هو اللي بيتم انتقاده بقينا نشوف مدربين اخرين بيتم وصفهم بالعبقرية لانهم قدروا يخرجوا بمبراه بالتعادل فده بيوضح لك الصورة فانت لازم تكون واخد بالك لان احد اهم اسباب ان اللاعبين وبالتأكيد لعيب النادي الاهلي بيحترم المدير الفني لان ده في النادي الاهلي لكن بالتأكيد لعيب النادي الاهلي ولعيب كل اندية بيتابع وسائل التواصل الاجتماعي فاحد اهم اسباب ان يفضل الشخصية المدير الفني قوي في نظر اللاعبين مسيطر على غرفة ملابس اللاعبين جزء مرتبط بالمدير الفني وجزء مرتبط بيك انت كمشجع المدير الفني بيستمد القوة منك انت وقت ما كان مانوال جوزيه كان موجود كان اعلام الرياضي بيتم تناول مانوال جوزيه بكل الانتقارات الممكنة كل الانتقارات الممكنة لكن مانوال جوزيه كان في ظهره جماهير النادي الاهلي وعشان كان في ظهره جماهير النادي الاهلي كان بيمتلك من الثقة والقوة طبعا اللي متواجدة في شخصيته لكن انت ساعدته ان يفرد سيطرته على كل محاور اللعبة في المركز الاعلامي هتلاقيه فرد شخصيته في التدريب فرد شخصيته في الخط في المراد فرد شخصيته فعايزين جماهير النادي الاهلي تكون تعلمت الدرس من الماضي وتكون هي اللي في ظهر مدير الفني للفريق عشان يقدر المدير الفني يفرد سيطرته على الجميع لان ده في النهاية نجاحه هو نجاح للنادي الاهلي وبالتالي اسعاد لجماهير النادي الاهلي طيب طالما روحنا يا أسامة لنقطة دور الجمهور النادي الاهلي يا جماعة ومنظومته أشبه بالقلعة انا دايما بقول كده عشان تختارق القلعة دي لازم تعدي أصوارها مين أصوار القلعة دي هو انت انت اللي قد بتفرج عليها مش اي حد وفي النهاية الساتر والحاجز الأول لأي حاجة هو جمهور النادي الاهلي مش اي حد تاني هو المتلقي الأول لأي حدث وهو المتفاعل الأول على أي حدث ده جمهور النادي الاهلي فبالتالي الجيم اللي تلعب معنا على فكرة احنا لازم نقرر ان احنا تلعب معنا ألمان جيم واللي ما شافش ده بعد الفترة دي وما أقرش بده يبقى هنا عنده مشكلة كبيرة لا احنا تلعب معنا جيم واضح وصريح فيه وجود بيتسو موسيماني فكرة المبالغات التي تحدث مع الآخرين وفكرة تنغيص عليك أي حاجة فيها انتصار فكرة دايما ان انا اشوف الحتة اللي شدك بيها لتحت واشوف لك الحتة السلبية تفوز بالمنافس انت بدأت الدوري مع مستر بيتسو موسيماني الدوري الأخير 11 مباراة بدحقها 10 فوز 4 رباعيات وبتفوز على برامد زب السلسية والزمالك بخماسية ايه اللي حصل في خماسية الزمالك شدوك لتحت خرجت بعض الاستوديوهات وبعض الناس وبعض الأقلام تشدك لتحت تقولك ده خمسة تلاتة يعني اتنين بس فصلك عن فكرة الفرحة بالخماسية في كاس العالم انت رايح بظروف صعبة جدا جدا وبتكسب منترق اللي انت ماكسبتوش في تاريخك وخسرت منه قبل كده بخماسية عمل ايه سمملك هذا الفوز عكره عليك نفسيا شدك لتحت خليك تحقق البرونزية وتخسر من بالميرس اللي هو الطبيعي كنت تخسر منه انت ازاي تخسر من بالميرس بتفوز على الهلال بربعية وبتلاقي ما بتاخدش حقك بقدر ما ان انت تفوز على بطل اسيا الاول مرة في تاريخ اي فريق افريقي يفوز في البطولة على بطل اسيا وما خدتش حقك يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة ان احنا كنا قدام بايرن ميونيخ كان قبلها عامل سلسلة لقاءات مرعبة خمسيات وتمانية على برشلونة وستة على مش عارف مين ما كانش راحم حد وخسرت منه 2-0 الناس كانت بتقولك بتدفع قدام بايرن ميونيخ نعم نعم ونفس الناس بتتكلم عن الدفاع قدام فرق اخرى انه هي بطولة وانا بدفع قدام بايرن ميونيخ بتقولي بدفع قدام بايرن ميونيخ طول الوقت تلعب معاك الجيم ده يبقى الهدف ايه ان انت تتعلم الجيم ده وما تخلوش تكرر صدقني احنا هنا ومنظومة النادي الاهلي كلها اكثر ناس ومناء وحريصة على النادي الاهلي عندنا بعض الامور والتحفزات عليه هل حد في منظومة النادي الاهلي كلها فقدل يطلع يقول للناس لا ده سوارش افضل حاجة والامور كويسة وكل حاجة تمام ولا كنا بنتكلم ان عندنا تحفزات كتير لا ده هو الجانب اللي كان بينتقد نجاحات بيت سمو سماني هو الجانب اللي كان حريص على استكمال سوارش لمهمته في النادي الاهلي ودي نقطة ايضا لازم نتعلم منها يعني المدير الفني لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي كانوا عارفين ان المدير الفني جاء في توقيت وما حققش نجاحات وبقى غير موفق فبالتالي غيرته مخاطق بسرعة وصح اخطاق بسرعة الرجل ده ما كانش بينتقد اعلاميا اللي بينتقد اعلاميا المدير الفني اللي حقق نجاحات سواء بيت سمو سماني او ريني فيلر ده معناه ايه معناه ان المدير الفني دائما وابدا للنادي الاهلي علم حك ملوش ضمانات خارج قناة النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي ملوش ظهر غير جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي قبل طبعا الجماهير في انها تكون صبرت للمدير الفني في التدريبات وفي كل مكان متواجد فيه القصة كلها قصتك انت مش بنقول هنا ان احنا عندنا دعم مطلق مفيش حاجة اسمها دعم مطلق المدير الفني لازم هو كمان يزبط او يقدم اللي جماهير النادي الاهلي تدعمه عليه منو الجزيه جاء أول مباراة لما فاز على ريال مدريد أبو مراود ديق بس الراجل جاء حطك على طريق أن أنت تصق فيه خذ بطولة أفريقيا فخلاص بقى منو الجزيه مع عشوق جمهيري نادل أهل لأنه قدم نتمنى مارس الكولر يقدم اللي يتم دعم جمهيري نادل أهل عليه باقتناع لأن كده فيه بدايات كده جمهيري نادل أهل عليه عندها حاجة دمدير في نادل أهل هدعمه لكن هدعمه باقتناع أمتى لما هو يقنعني يقنعني بإيه؟ أنه بيقدم لي سورة مختلفة بيقدم لي على أرض الملعب قوة شخصية للعابين بيقدي حقها الانتصارات بيحق بطولات هنا هيجي الدعم للمدير الفني ففيه جزء أكيد على المدير الفني وهنا ما فيش دعم مطلق وما فيش دمانات إحنا كل اللي إحنا بنعمله وإحنا بنختار مدير فني بنعلي احتمالات النجاح فقط لغير وسامة والناس تصدقنا بالتجربة يعني يتصدقنا بالتجربة إحنا كإعلام النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي كإدارة وجهاز فني كل ده وإنت كمشجع في النهاية إيه اللي بيجمعنا كلنا؟ إن عندنا مصلحة واحدة هي مصلحة النادي الأهلي الأطراف الأخرى ما عندهاش نفس المصلحة فبالتالي لما تيجي بتدعم بيت سمسيماني هو فيه أي استفادة شخصية ما بيننا وما بين مدير فني إطلاق إنت بتدعم لأن مصلحة النادي الأهلي في اللحظة دي هي دعم هذا المدرب على الجانب الآخر لما بيكون فيه مدرب عنده قصور كانت مصلحة النادي الأهلي إن المنظومة كلها تشوف إن لأ فيه خطر فبالتالي إنت هنا ثق إن في الوقت اللي فيه دعم أو الوقت اللي فيه نقض هو لهدف مصلحة النادي الأهلي الأطراف الأخرى خارج النادي الأهلي حسابتها والجن بتاعها وشغلها كله مختلف عن كل اللي إحنا بنقولولك ده هي دائما حسابتها عكسية دائما حسابتها عكس كل اللي إحنا بنكلمك فيه ونرجع بقى المارسل كولر ونتكلم في حاجة مهمة جدا وهو أمر كمان من صفات كولر الشخصية ونفس المقال وهو بيقول كولر عظيم عندما يتعلق الأمر بتلبية الاحتياجات الفردية لللعبين ويمكن ده إحنا افتقدنا في حاجتين يمكن موسيماني في البداية كان جاية فيه ويمكن الأمور بعدت نسبيا في بعض اللحظات على الجانب الآخر مستر ريني فيلر زي ما أسامة كان بيقول لكم كانت شخصيته صارمة شوية إنما كولر لأ هو بيجيد تلبية الاحتياجات الفردية اللاعبين لقد خصص المزيد من الوقت للمحادثات الفردية أكثر من معظم المدربين الآخرين لأنه يرى أن كل لاعب مختلف من حيث يريد أن يتميز عن غيره ويريد أن يحظى بالاهتمام الفردي من مدربه دي كلها أمور تخليك تقول إيه ده يعني الراجل ده نجاحه مضمون لا طبعا مفيش حاجة في الكرة نجاحها مضمون ولكن زي ما بنقول لكم النادي الأهلي خد على المستوى الشخصي بأسباب النجاح وعلى المستوى الفني هنقول لكم ليه أيضا النادي الأهلي خد بأسباب النجاح المعيار الأول احنا تكلمنا في معيار الشخصية نتمنى أن تكون الشخصية من المقالات اللي احنا جبناها واللي احنا شفناها عن تاريخ المدير الفني مع منتخب النمسا تحديدا ومع الأندية اللي قضوا تحدينا التجربة اللي كانت في ألمانيا مع بوخهم الألماني لما صعد بيهم من الدرجة التانية تكون الشخصية واضحة لعب مع فرق ولعب مع منتخبات فرق لعب على البطولة حق بطولات طب نروح لجانب البطولات لما أنت لعبت مع فرق تحق بطولات حققت بطولات آه حق بطولات حق اتنين دوري سويسري مع فريق جراس هوبرت وده الفريق اللي كان فيه لعب مع الفريق ده وخاد معه 12 بطولة 7 دوري وخمسة كاس ولعب وحق برضه الدوري مع جالين فريق برضه سويسري ومع بازل وده التجربة اللي كانت الأخيرة حق كاس مصر فقط لغير ومع بوخهم دوري الدرجة كاس سويسرا فقط لغير فالحلو بس احنا عايزنا سوبر سوبر ولعب مع بوخهم تجربتو الأربع سنين مع بوخهم الألماني خد دوري الدرجة التانية وصعد بيهم وكان أول سنة قدر يكون تامن في الدوري الألماني وتاني سنة كان المركز الـ 12 وثالث سنة المركز الـ 14 ثم بعد ما تركهم فريق بوخهم نزل لدوري الدرجة التانية مرة أخرى إذن فريق أولا إذن المدير فني عنده القدرة على أنه يحق بطولات هتقول لي عندك تخوف عشان يكون أمناء أصل بطولات الدوري كانت سنة 2000 وسنة 2003 الراجل بيستقر مع الأندية والمنتخبات واستقر فترة طويلة جدا مع منتخب النمسا حوالي 6 أو 7 سنوات ثم بعد كده انتقل لبازل لما حقق البطولة أولا كان المسافة بين بازل وينج بويز مسافة بعيدة فقدر يحق بطولة الكاس ووصل لنهائي بطولة الكاس الموسم اللي بعده وخسر النهائي فبالتالي قدر يحق بطولة مع فريق بازل يا فارس عشان بس الناس ممكن تكون متخوفة من فكرة الدوري 2003 فاحنا بنوضح أن لا فيه سجل بطولات فيه ضغوط بازل وقتها كان بعيد عن فريق يونج ما قدرش يحق للدوري قبله ولا الدوري بعده حتى هذه اللحظة برغم أنه سيقه من سنتين فبالتالي الناس ممكن تطمئن لا أنا مش متخوف خالص من فكرة البطولات لإن إيه 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 إسأل نفسك سؤال كده أنت كمشجع للنادي الأهلي إسأل نفسك سؤال إيه اللي مع مارسل كولر مع النادي الأهلي حيبقى أول مرة يتحط فيه مش اللعبة في أفريقيا ومش فكرة أنه هو بيدرب نادي عربي ومش كل القصة دي خالص على فكرة دي حاجة مش هي المعيارة على الأساس عندي خالص إيه أول حاجة أو أول مرة مارسل كولر يتحط في الوضع ده إنه هو يبقى بيدرب فريق هو له اليد العليا مقابل باقية الفرق يعني فريق هو تاريخيا الأفضل في قرته والأفضل في دوريه والأفضل في قيمة تسوقية مقارنة بالمنافسين أي وأول مرة مارسل كولر يتحط بدا طب ده شيء سلب ولا إيجابي؟ إيجابي ليه؟ لأن الراجل ده في كل مرة اتحط في تجارب هو طلع تقريبا أفضل ما ممكن في التجارب دي مقارنة بظروف التجارب يعني إيه؟ أولا هذا رجل فكرة المشروع بجد لأن المشروع في رأيي مش أنه أنت تغامر بمدرب المشروع أنه أنت تجيب مدرب هو فعلا تقدر تبني عليه مشروع النمسا مشروع لو نقرض الأيام اللي قعدها الراجل ده أو عدد المدد اللي استمرها في الأندية ده نعكاس لمفهوم المشروع يعني إيه؟ يعني الراجل درب فيل قعد 548 يوم يعني داخل على سنتين درب سانت جالن قعد أكتر من ألف يوم يعني حوالي 3 سنين قعد بعد كده في الجراس هوبر 639 يوم إحنا لسه في الأيام 639 يوم تجربة كولن هي الأقل نسبيا قعد في بخهم 1542 يوم مدة كبيرة جدا قعد مع النمسا حوالي 7 سنين قعد مع بازل 760 يوم يبقى أنت إيه اللي ممكن توصله من الأرقام دي؟ اللي توصله من الأرقام دي إن هذا الرجل هو انعكاس مفهوم المشروع انعكاس مفهوم المشروع إزاي؟ إن هذا الرجل يبقى مع الأندية أحيانا بالسبع سنوات أو المنتخبات والأندية ما بين سنتين وتلاتة هو مش رجل بيتنقل ومش رجل معندوش رهانات طب إزاي فكرة إنه هو بيطلع أفضل حاجة عند الأندية؟ يعني مع فيل صعد مع سانت جالن خد دوري والفريق ما كانش بيحقق دوريات مع جراس هوبر خد دوري ويعتبر إنجاز مقارنة بأرقام الفريق مع بوخهم قدر يصعد من دور الدرجة التانية الدور الألماني ويحقق أحد أفضل مراكز الفريق عبر التاريخ في المركز الثامن مع بازل في فترة مش هو الأفضل فيها بازل قدر يحقق الكاس وبازل من بعدها ما بيحققش بطولات لسنوات كتير جدا يبقى تفهم من ده إيه إن الراجل وفقا للإمكانيات المتاحة ليه كان دايما بيحقق أفضل أشياء متاحة طب لما تيجي تحقق العقلية دي مع السبات لمدة طويلة مع نادي عنده كل الإمكانيات زي النادي الأهلي الطبيعي يعني نتمنى ده إن شاء الله الطبيعي إن ننتظر النجاح ده ألف به إن أنت تكتب الأسباب شخصية واستقرار لمدة طويلة وأفضل نتائج مقارنة بالمعطيات المتاحة أو الأدوات بتاعة الفرق طب فريق عنده كل الأدوات عنده الجماهرية عنده الشعبية عنده بطولات لا تقرن بأي حد يبقى إيه اللي يحصل يبقى الراجل ده ينجح ده اللي نتمنى أن نتحقق لأن الأشياء المجردة بتقول إن ده يحصل يأسي بص يا فارس أي اختيار أي اختيار بيكون له معايير وبيكون أنت دورك أن أنت تعلب معايير دي احتمالات النجاح زي ما نقول الهومورك بتاعي بالضبط احتمالات النجاح أيا دي موجودة احتمالات النجاح قلنا شخصية احتمالات نجاح قلنا بحق بطولات احتمالات نجاح ثبات وتواجد ومشروع احتمالات نجاح أخرى إن طريقة اللعب الهجومية بيلعب ضغط عالي وبيلعب بطريقة هجومية وكمان بيلعب 4-2-3-1 معظم المباريات يعني لما نشوف الدور اللي لعبه مع بازل هتلاقي 74% من المباريات كان بيلعب بطريقة لعب 4-2-3-1 17% من المباريات لعب 4-4-2-8% فقط لعب 3-4-3 يعني الطريقة الأمثل بالنسبة له أو اللي بيتبناها هذا المدير الفني 4-2-3-1 هي الطريقة المناسبة لعقلية وشخصية اللعب المصري مع أني مش بحب يعني يكون فيه جمود في طريقة اللعب أو الفورمشن لأن في النهاية أنا يهمني أسلوب اللعب ده إيه ما يهمنيش الفورمشن اللي موجود على أرض الملعب بقدر ما يهمني أسلوب لعبك التحرقات اللي تعملها اللعبين أسلوب ضغط عالي أسلوب متأخر فهو بيلعب ضغط عالي وبيلعب بيدفاع متقدم ويمكن شوفنا يعني جزء مع النادي الأهلي مع ريني فيلر كان بيلعب بالدفاع المتقدم بيلعب بالضغط العالي وأنه يقلل زمن الهجم عند المنافس كل ده موجود عند مارسل كولر وبالتالي ده معيار آخر مناسب لمعايير اختيار مدير فني للنادي الأهلي طيب حاجة كمان تخص هوية الرجل في الملعب جمهور النادي الأهلي كان عايز الكرة الهجومية الرجل ده بيلعب كرة هجومية جماعة يعني نبشركم أن هذا الرجل هو بيلعب كرة هجومية يمكن أحيانا تصل لحد الاندفاعية اللي بتخلي أحيانا أنه داك مباراته بقى كبيرة لأنه هو من المدرسة أن أنت تقدر تسجل أربع أهداف مفيش مشكلة تستقبل ثلاثة فعشان كده فكرة الكلين شيت ونظافة الشباك وبتاع أنا مش عايز ده المعايير يبقى بتاعك في الحكم على مارسل كولر لو أنت جاي تفكر أن الرجل ده هو أكتر واحد هيشتغل على كلين شيت ويشتغل أن ما يجيش فيك أهداف هو بيشتغلش كده هو بيشتغل على فكرة أن أنا دايما أبقى قادر على تسجيل عدد أكبر من الأهداف اللي بتدخل مرماية وده شيء على فكرة ومدرسة موجودة عند مدربين كتير أنا ما عنديش مشكلة أن أسجل خمسة ويجي معايا أو يجي فيها أربعة أحسن أو تلات أو خمسة تلات فالراجل مثلا على سبيل المثال مع بازل السويسري في أحد المواسم يعني تلات مباريات نتجته مربعة بس كم مباراة نتجتها تلات أهداف تسع مباريات وده عدد كبير جدا وأيضا دي أرقام يعني عندك عشان ما فيش بقى مجل سرداء عشان الوقت يمكن دي بتدل أن دايما عنده فكرة الاستحواز والسيطرة وأنه أبرهند على المنفس ومتواصل أهداف في المرابط تقريبا حوالي أهدافين أخيرا كان فيه لقاء بالتأكيد بين ريني فيلر ومارسل كولر لقائين اللقائين اتعادل مع لوزيرن واحد واحد ومارسل كولر تفوق وفاز اثنين واحد على ريني فيلر نتمنى يعني يكون مارسل كولر يقدر يستحوز على يعني حب جماهير النادي الأهلي زي ما حصل في الفترة ما قبل كورونا مع مستر ريني فيلر يعني كل دي معايير كل دي معايير خدناها ولكن كلنا عشان نكون أمناء بنقول أن دي كلها احتمالات نجاح احنا درنا أننا نعلي احتمالات النجاح الراجل المتواجد فيه الشخصية متواجدة قدر يحقق بطولات قدر قدر يستقر ويعمل تطور لمنتخب زي منتخب النمسا ويشتغل مع منتخبات قدر وصل من السبعين للعاشر يمكن رجع تاني النمسا للمركز الخمسين برضو في وجوده ولكن قدر يصل للمركز العاشر قدر يصل لليورو لأول مرة في تاريخهم أول مرة كانت هي الدولة المنظمة ولكن كتصفيات قدر يحقق 28 نقطة من 30 نقطة قدر يرجع مع بازل وياخد بطولة كاس يعني عنده اللي نقدر نبني عليه ربما يكون بالنسبة لك مش هو المدير الفني الأمثل ولكن على النقيد أيضا مش هو المدير الفني الذي لا يناسب النادل أهلي أنا شايف أنه مدير فني احتمالات نجاحه ممكنة بشكل كبير جدا وإن شاء الله يكون التوفيق حليفه لأن كرة القدم بتغضع دائما لمسألة التوفيق ودورك أنت زي ما قلنا لك وده الهدف سد ودنك سد ودنك عن اللي لمصلحتهم مصلحة النادي الأهلي ولا اللي تفكيرهم زيك ولا اللي هم أصلا عمرهم عايزين يشوفوا النادي الأهلي في المكان اللي يستحقه وخليك دائما فاكر أنه جمهوره دا حماه نشوفك بعد الفاصل أهلا بحراتكم مديد وارجعنا لكم مباقي فقرات الأهلي خط أحمر وعشان الأهلي خط أحمر أنا ما عنديش مشكلة أن أنت وإنت بتتناول النادي الأهلي أنك تكون بس ضقيق في معلوماتك لكن الحقيقة أن مدير فني لنادي منافس دائما وأبدا في كل مبارياته وما بعد مبارياته يكون دائما بيتناول النادي الأهلي وما فيش حد بقى المرة بيقوله بص في ورقتك فاحنا مش فاهمين القصة بصراحة يعني مستر فريرا مدرب نادي الزمالك بعد المباريات في الدوري طلع وتحدث عن أنا إزاي بلعب في دور الاربعة وستين والنادي الأهلي بلعب في دور الاتنين وثلاثين إزاي بطل الدوري بلعب في دور الاربعة وستين وثالث الدوري بلعب في دور الاتنين وثلاثين طب قلنا في الدوري وإحنا مع بعض في مباراوة دا حبية استعراضية فاس فيها فريق الهلال برقلات الترجيح طلع بعدها مستر فريرا يتكلم في نفس الكلام هو أنا ليه ألعب في دور الاربعة وستين والنادي الأهلي يلعب في دور الاتنين وثلاثين فإحنا مش عارفين السؤال هل مستر فريرا محدش بيوضح له الصورة ولا لو حتى وضحت له الصورة هيفضل يتساءل نفس السؤال هو مبدئيا دي مش أول مرة نادي الزمالك يشارك في دور ال64 من أصل 16 مشاركة في دور المجموعات نادي الزمالك شارك 8 مرات من دور ال64 فده مش جديد يا مستر فريرا ده رقم واحد رقم اتنين وده الأهم فيه حاجة اسمها التصنيف التصنيف اللي بيعتمده الكاف اللي بناء عليه بيتم تحديد أعلى الفرق من حيث معيير النقاط وبيتم بيتجنب 6 فرق لدور ال64 طب التصنيف ده بيتحسب إزاي بخمس سنين والقصص هيا لو بسيطة جدا لو أنت بطل من خمس سنين دوري أبطال أفريقيا بيدربوا خمسة في واحد ولو أنت تاني بيدربوا أربعة في واحد يبقى أربع نقاط طب لو أنت بطل النسخة الماضية زي فريق الوداد كده يضربوا خمسة في خمسة وعشرين ولو أنت تاني النسخة الماضية زي النالي يضربه أربعة في خمسة يبقى بعشرين يتجمع عدد النقاط دي فيطلع رصيد من النقاط تترتب الفرق ياخده أول ست فرق ما يشاركوش في دور الاربعة وستين باقي الفرق بتشارك مع التمانية وخمسين فريق اللي بيصفه مع بعض عشان يصعدوا لدور الاثنين وثلاثين القصة سهلة وبسيطة جدا لو مستر فريرا ما يعرفش المعلومة دي لا مرتبطة بترتيبك في جدول الدوري ولا مرتبطة بعدد مرات فوزك بالدوري ولا مرتبطة بتاريخك على المدى البعيد القصة كلها مرتبطة بمشاركاتك في خمس آخر خمس نسخ من دوري أبطال أفريقيا ومن الكون فدراليا وده التصنيف نتيجة النقط اللي انت كلمت عليه ده الترتيب النادي الأهلي 78 نقطة نادي الوداد 71 نقطة الترجي 58 نقطة الرجاء الرابع 54 نقطة نقدة بركان 54 نقطة سندونز 46 نقطة مازينبي 43 نقطة والزمالك 43 نقطة دخل مازينبي وهنا المفترض ده اللي يكون تساؤل مستر فريرا هو ليه مازينبي وهنا 43 نقطة وأنا 43 نقطة هو اللي شارك في دور الـ 32 وأنا شاركت في دور الـ 64 لكن المنافسة مع النادي الأهلي وحضرتك في تامن التصنيف غير مفهومة غير مفهومة على الإطلاق يعني المفترض لما تيجي تتحدث تتحدث عن نفس المستوى فريق مازينبي عمل ايه فريق مازينبي وصعد ليه 43 لأنه كان صعد النسخة الماضية لنصف نهاء الـ فالكاف كرر اختيار مازينبي على نادي الزمالك سهلة لا هي سهلة بالنسبة لنا إنما بالنسبة لفريرا صعبة ليه أولا أنا عندي كذا تساؤل يمكن هل ده ليه علاقة بنتيجة مباران بارح فهو طالع ياخد الناس لحتة تانية ده شيء يخصك أنت وجمهورك وإعلامك إنما الحتة التانية ده ليه ليه علاقة بالنادي الأهلي ده أنا مش فهمه السؤال الأهم أنا حس إن فريرا عنده خلط عنده خلط في شوية أمور مع بعض هو بيلعب فين مع مين في بطولة إيه حس كل ده تايه عليه بجد والله أنا بتكلم بجد يعني حس هو مختلط عليه يعني فعلا أنت في الدوري بتتكلم طب الناس مبارح كل تساؤل والله العظيم الأشقاء في السعودية بعتين بيسألوني هل هو فاكر أن ده حاجة لها علاقة بأفريقيا أنت طالع بتتكلم في مؤتمر في بطولة ما بين ناديين في سوبر مصر السعودي إيه اللي دخل الكسة بتاعة النادي الأهلي ومشاركتك في أفريقيا متدور الكام وحتى إجهادك دي بطولة ودية أو مباراة ودية احتفالية إيه علاقة ده بفكرة أن أنت تدخل النادي الأهلي في الموضوع ونمط مسابقات الاتحاد الأفريقيا في الموضوع حتى لو بتتكلم في موضوع صح يعني أنا يا وسامة بتكلم في نقطة كمان تانية خال حتى لو أنت أصلا بتتكلم صح إيه علاقة المسابقة اللي أنت بتلعب فيها بالنادي الأهلي وأفريقيا واللي أنت بتقوله شيء غريب جدا الحاجة بقى التانية لما تبقى مدير فني مفترض أن أنت مدير فني كبير طب على مدار كل الفترة اللي ما بين تصريحك في الدوري لحد دلوقت بنتكلم في قرابة الشهر مفيش حد جابك فاهمك إن اللي أنت بتقوله ده ملوش أي علاقة بالنظام واللواقح الموجودة في المسابقة وإنك ما ينفعش تطلع تتكلم كلام مرسل ملوش علاقة بالمسابقة وإن يخلي الناس تقول الكلام ده غلط يعني هل مفيش خوف على شكل المدير الفني طيب كل ده شيء ما يخصناش لو اتكلمنا في حتة أسبابه وده وفعه هنفترض آيا إن كان السبب اللي يخصني بقى أنا كنادي أهلي فكرة كل شوية بطل الدوري واللي خد المركز التالت يا جماعة اللي فهم علم نفس البعض أحيانا لما بيجي يحقق حاجة هي استثناء بالنسبة له بيبقى كل شوية عايز يتكي عليه لأن ده مش العرف الساد بالنسبة له أو ده شيء هو مش معتاد عليه ففكرة كل شوية أنا خدت الدوري يا سيدي أنت تخاطب إيه علاقة فكرة النادي لقالي حيشارك من دور كام لإني فيه لايح طيب هل حد ما جاش قالك إن آخر خمس بطلات اللي وصلك للنقاط اللي إحنا عرضناها هو إن أنت كان شكلك بالوضع ده مقارنة بالنادي الأهلي بما إنك بقى بتتكلم عن النادي الأهلي اللي خد المركز التالي طب أنت كان مركزك هنا إيه عشرين 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 اتنين وعشرين الوصيف آخر بطولة النادي الأهلي اللي اخسرها بالظروف اللي إحنا كنا عارفينها كلنا دور المجموعات بدون تحقيق أي فوس في وجودك ده أنت مشارك مش مدرب جاي جديد ما انتش عارف أنت خرجت من دور المجموعات من غير ما تكسب ماتش في ست مباريه شيء صعب جدا عشرين واحد وعشرين النادي الأهلي بطل بتخرج من دور المجموعات وبتخسر ذهابا إيابا في المجموعات أمام نادي الترجي عشرين عشرين النادي الأهلي بطل على حسابك أنت الوصيف ألفين وتسعتاش النادي الأهلي دور التمانية أنت أصلا ما شاركتش في دور الأبطاء 2018 النادي الأهلي كان وصيف أنت أصلا ما شاركتش في دور الأبطاء هو ده ده اللي أنت تتكلم فيه أنا ما عرفش جاي القلب منين أن يكون فيه تصرحات لها علاقة بأن المفروض أنا شارك في دور تمهيدي ولا لأ وأنا إسهاماتي قصاد أفريقيا كلها هي اللي عرضناها على الشاشة دي آخر خمس سنين صعب جدا يعني وإنت مشارك في الخروج من دور المجموعات بدون أي فوز إحنا هنا يا جماعة مش عايزين نروح لحد ومش عايزين نتكلم عن حد بس كمان محدش يتكلم علينا ومحدش يقلل من فريق هو الوحيد اللي محافظ على هيبة الكورة المصرية آخر 20 سنة في أفريقيا شاء من شاء وأبى من أبى وده مش تقليل من حد دي حاجات اسمها وقائع حاجات اسمها حقائق بداخد سبع مرات البطولة آخر 20 سنة مفيش فريق من مصر رفع الكاس مفيش فريق من مصر سنتر في كاس العالم للأندية وإنت لعب 18 ماتش ده اللي نعرفه للناس ونفهمه لهم إنما ما بقاش الكلام مرسل ثم الكلام يا أسامة عن نقطة تانية لا أولا بس عشان للمصداقية وللأمانة هم خارجوا بطولة الكمفدرالية أمام 2018 أمام نهضة بركان دي تحسبت في التصنيف التراقومي لكن السروا دي أو الدزاين ده معمول لمشاركتك في دور الأبطال ببعينك بتتكلم عن دور الأبطال لكن تخذت نقاط على بطولة الكمفدرالية الأفريقية اللي الزمالك حصل عليها لكن كان نقطة مهمة وحبين نتكلم فيها وأعتقد الصورة واضحة للجميع نتمنى تكون واضحة بس الميستر فريرام ما يكررهاش تاني يعني ويركز فيه إنه عنده مباراة في دور الأربعة وستين ونتمنى طبعا نادي الزمالك وكل الأندية المصرية إنها تحق نجاحات في البطوات الأفريقية تخليها تشارك بعد كده من دور الاثنين وثلاثين وتجاور النادي الآلي في دور الاثنين وثلاثين مع الأندية الكبيرة في قارة أفريقيا آخر خمس سنوات خلينا نتكلم في نقطة تانية مهمة جدا ميستر فريرا كان يتكلم بوضوح في فترة الدور الأخيرة لما بدأ يلعب تقريبا كل أربع أيام مباراة يتكلم عن ضغوط الاجهاد الفريق كنا عاملين مقارنة كده واضحة لأول مباريات لسوارش وأول مباريات عدد لميستر فريرا كان تقريبا فارق زمن شهر يعني سوارش لقى باثنشر بورا في شهر ونص ميستر فريرا لعيبهم في شهرين ونص وبيتكلم عن ضغط واجهاد ولما كنا نيجي نتكلم عن ضغط واجهاد كان البعض بيطلع أقول ما فيش حاجة اسمها ضغط واجهاد حاليا مستر فريرا كان مدي لعيب الزمالي كاسين عشر أيام أجازة ورجعين فلاقينا الإعلام الرياضي والستوديو التحليلي بيتكلم عن فكرة الضغط والاجهاد وهو كمان بيتحدث عن الضغط والاجهاد وما بيروحوش على الإطلاق لضغط واجهاد لعيبي النادي الأهلي اللي قدمه موسم من وجهة نظري كرويا للعب مصر الموسم من تحاري وأنا من وجهة نظري وقناعاتي الشخصية أن النادي الأهلي تحول من قبل ما قبل البطولة العربية وما بعد البطولة الأفريقية بوضوح شديد جدا النادي الأهلي ما قبل البطولة العربية فاز السبع موارات لعيبهم في الدوري بفوارق فنية ورقمية كبيرة جدا عن أقرب منافس لي ما كانش فيه فريق قادر يقف قدام النادي الأهلي فأول سبع موارات باستثناء اللهم إلى البنك الأهلي والنادي الأهلي فاز واحد صفر فقط لغير لكن بعد ذلك تعال بقى فرقتي اللي كانت فائقة اللي بدأ الموسم بتريد لعب مختلفة اللي بدأ الموسم بعدد من أهداف في كل مباراة متوسط 3-4 أهداف بتروح تلعب بطولة عربية سبع موارات حوالي 6 أو 7 لعبين ونلعب إكستراطية في حين فريق زي بيرامدس كان عنده دور لله 64 لعبته مراحدش البطولة العربية فيش مشكلة ده أداء الوطن وده واجب وطني والنادي الأهلي أهم شيء عنده هو فكرة دعم المنتخبات الوطنية جينا من البطولة العربية لعبنا السوبر الأفريقي اتعدلنا مع فيوتشر سفرت اللعيبة تاني البطولة الأفريقية حوالي شهر ففي حوالي شهرين تقريبا شهرين شهرين ما كانش فيه لعبي الدوليين لعبي الندلية للدوليين مع التدريبة مش موجودين إصابات لعبين فقدنا أكرم توفيق وما أدراك ما أكرم توفيق أهم باكرايت في مصر أهم باكرايت في مصر حرفيا ما أدراك بأكرم توفيق اتصاب برباط صليبي مع منتخب مصر في البطولة الأفريقية إصابات لعمر السلية فأفقدته إننا أفقدت نحن كنادينا نلعبين برات السوبر لأفريقيا أمام الرجاء إصابات لحمد فتحي إصابات محمد الشناوي إصابات عديدة إصابة عناصر الفريق أيمن أشرف في البطولة العربية ثم الإصابة القدرية لبدر بنون مع المنتخب المغربي فتحولت الدفة تمام بعد كأس العالم الأندية وأصبح النادي الأهلي بيواجه مصير من ضغوط المباريات لا يمكن لا يمكن أنه يكون نقدر دمونا تكافؤ فرص أو منافسة عادلة مع الفرق الأخرى في الدوري العام وده اللي حصل بالزبط تحدد للنادي الأهلي 23 مباراة محلية في 75 يوم برغم من الدوري لما بدأ في أكتوبر حتى 12 ستة النادي الأهلي وأي فريق ما كانش لعب 23 مباراة المحلية دي فهل ده تنافس عادل؟ هل حد يتكلم عن ضغط لعبي النادي الأهلي؟ هل حد عمل إحصائية يا فارس عن عدد الدقائق والمورات اللعبة العيب النادي الأهلي؟ ده هو ده التساؤل اللي لازم إحنا كمان نفكر فيه إحنا مش بس بنقول مجرد معطيات أو إن إحنا بنذكر أو بنستطرد في إن إحنا نحكي لكم التايم لايم بتاع إزاي الفريق وصل للحلقة دي وهو كلام علمي وأي حد يبحث عن كل معلومة آلة إنما كمان بنتكلم في نقطة مختلفة التباين التباين في ردود الأفعال لما يجي للوقتي ألاقي كلام عن الإجهاد والتعامل الإعلامي مع مسألة الإجهاد ومصلحة الكرة المصرية بقى يتعامل معاه إنه هو فعلا ظاهرة إيه ده فعلا؟ إزاي؟ الكرة المصرية إجهاد ما ينفعش وبس مع ده في الاستوديوهات طب ده كان فين؟ والنادي الأهلي بيأن ده كان فين؟ وإحنا رجعنا في فترة كنا بنلعب كل تمانية واربعين ساعة بشكل لا يمكن لا يمكن فريق في العالم يحتمله تمانية واربعين ساعة ولعبك لعبتك مرهقين ولعبتك مستهلكين دوليا ولعبتك بيلعبه منتخب حتى مع المنتخب الأولمبي ما كانش فيه رحمة النادي الأهلي كان فعلا بيوصل لمرحلة إنه مستحيل اللعب يبقى شاف قدامه طيب جينا بعد كل ده وبعد النادي الأهلي ما عمل كل ده حد قال لنا شكرا حدش قال لنا شكرا محدش قال لنا شكرا ده كمان البعض لما بيتناول القصة شفت ناس كده جايبة حاجة رقمية ويقول لك إيه؟ يقول لك أكتر لعبه مرهقين في مصر السلية والوينش ما جماعة ده مغالطة هو بيرمي لك الحتة اللي انت عايزك تشوفها الوينش مرهق أه مرهق بس السؤال مقارنة بكام لعب من نادي الأهلي ما هو مش لعيب واحد ده جماعة القصة البدنية ده مش لعيب واحد اللي يقصر فيها الحالة البدنية هي حالة بدنية لفريق بالكامل طب القصة حصلت إزاي؟ الوينش مقارنة بكام لعب عندنا عملنا لكوا حاجة دي أول مرة تشوفوها على الشاشات المسم الحالي اللاعبين بمشاركتهم في جميع البطولات على آخر مسمين لأن في نقطة برضو بيحصل المغالطة فيها أن يجاب لك المسم الأخير ويقول لك بص ده لعب قد إيه وده لعب قد إيه والقصة عمره ما كانت كده الإجهاد هي مسألة ترقومية على مدار مسمين لعب الأهلي بيستنفزوا وبيستهلكوا بشكل كبير جدا فتعالى شوف بالدقائق لعب الأهلي عملوا إيه ده إجمال المشاركات آخر مسمين عندك أدي عشر لعبين محمد الشناوي لحد ستة يوليو إحنا هنا ليه ستة يوليو لما النادي الأهلي بدأ يقول خلاص أنا لعبت نهارت لما النادي الأهلي بدأ يقول خلاص أنا لعبتي الأساسية دي مش هقدر ألعب بيهم لأن الوضع اللي انتوا شايفينه على الشاشة كام لعب مقارنة بلعب النادي الأهلي محمد الشناوي 9272 دقيقة عمر السلية 8000 دقيقة الوينش من الزمالك 7853 دقيقة ومجدي أفشا 7991 علي معلول 7000 دقيقة زيزو 6800 محمد شريف 6665 أليو ديانج 6635 حمدي فتحي 6510 وإيمن أفشور العشر اللاعبين اللي عندكوا على الشاشة دول منهم كام كام لاعب من نادي الأهلي 8 7 7 كام لاعب من نادي الزمالك 3 على فكرة هو ده الفكرة بتاعة الإجهاد والفكرة بتاعة اللاعبين والحالة البدنية والزهنية لفريق بالكامل الفرق ما بين الثلاثة والفرق ما بين لعبي النادي الأهلي وهذا العدد الموجود من اللاعبين بتتكلم عندك الوينش من الزمالك زيزو من الزمالك 8 لعبين مقارنة بـ 8 لعيبة من النادي الأهلي أي لعبين من نادي الزمالك حييجوا في دقايق بعد السابق 8 لعيبة اللي انت شفتوها من النادي الأهلي دول تخيل 8 لعبين مقارنة بـ 2 بس لعيبة والبعض يحدثك أصلا أكتر لعيبة مجهدة السنادي السلية والوينش ومحمد الشناوي وزيزو وزيزو القصة عمرها ما تكون كده القصة اللي احنا بنكلمكم فيه والقصة ازاي اللاعبين وصلوا الحالة البدنية دي وتيجي تسمع لاعب أو مدرب أو حد في فريق آخر يكلمك في الإجهاد مقارنة بالنادي الأهلي لو حد في مصر فعلا بعد التصرحات دي يبان أنه هو أجهد ويبان أنه هو استهلك فهو النادي الأهلي كمان على مستوى الفريق يا أسام بالتأكيد يا فارس وكان مهم جدا أن نوضح أن أكتر 10 لعبين يمكن النسبة عادلة 8 أهلي و2 زمالك على مستوى المباريات وعدد المباريات للنادي الأهلي ونادي الزمالك آخر مصمين ممكن نستعرض عدد المباريات في كل مسابقة وكل بطولة على حدة هتلاقي الدور العام طبعا أهلي وزمالك لعبه نفس عدد المباريات كاس مصر 7-7 نفس عدد المباريات السوبر المصري الأهلي لعب مباراة طلاق الجيش الزمالك دوري أبطال أفريقيا الأهلي لعب 26 مباراة مقابل 14 مباراة يعني تقريبا ضعف عدد المباريات وخد بالك من المردود اللي هيطلع لك من عدد المباريات في دوري أبطال أفريقيا المرتبط بالسفريات خارج مصر يعني ده نوع آخر من إجهاد للعبين بنسافر جنوب أفريقيا في المرتين سافرنا جنوب أفريقيا وبتسافر لقطر بتلعب كأس عالم للأندية وبتلعب سوبر أفريقي فده برضو لازم تحطه في الاعتبار السوبر الأفريقي 2 كأس العالم للأندية 6 مباريات الزمالك لاشيء كأس الربطة 5 مباريات آلي 5 مباريات زمالك وإن كان فيه هنا بعض اللاعبين مرتاح لكن احنا بنجيب كل البطلات الإجمالي 115 مباراة للنادي الآلي 94 مباراة لنادي الزمالك يعني حوالي 21 مباراة 21 مباراة فارق ما بين عدد مباراة النادي الآلي ولعيب النادي الآلي في المسلمين دول غير الإضافات أو غير المباراة اللي لعيبها لعيبين الدوليين مع منتخب مصر غير نقطة مهمة جدا السفريات ده رقم مهم جدا يا جماعة انت بتلعب 6 مباراة كأس العالم للأندية انت بره مصر انت مسافر بره مصر انت بتلعب 26 مباراة مقابلة 14 مباراة للزمالك في دور المجموعات لعيب نصهم انت بره مصر بالتأكيد انت بره نصهم بره مصر ونصهم جواه مصر فده موضوع مرهق وأعتقد بيوضح قده النادي الآلي لو فيه نادي هيشتكي من الإجهاد فهو بالتأكيد هيكون النادي الآلي مش أي فريق آخر ده لو فيه نادي يستحق يتكرم ويتشكر على اللي عمله السنتين اللي فاتوا دول فبالإحصادات اللي انتوا شفتوهم هو النادي الآلي على فكرة 20 مباراة 20 مباراة النادي الآلي لعبهم بسفريات مختلفة عن نادي الزمالك وعلى فكرة موضوع السفر عمره مكان إجهاد بدني بس ده إجهاد ذهني وتغيير ساعة بيولوجية اللي البعض مش مدرك وتغيير سفر وتغيير وزهن وإرهاق وانت بتسافر وبترجع وطيرات كل ده ونرجع نقول النادي الآهلي فقط بطولها ومنافسات على مستوى إيه أنت بتلعب على اللقب ومع مين ومع مين وعلى مستوى إيه ده أنت بتلعب على لقب ومع مين ومع فرق محتاجة شغل بدني أديه وزهني وكل ده فإحنا طبعا بنتكلم يا جماعة أنا دايما بقول لما بلاقي فرق أي فريق آخر في مصر يتكلم على جاد ويقول موضوع عامل زي حد ساكن في الدور الأول فبيشتكي إن الأسانسير مش في الدور الأول ما بيطلعوش الدور الأول وأنه بيتعب أو مسلم هو ساكن في الدور الأول النادي الأهلي عامل زي اللي ساكن في الدور العاشر وما عندوش أسانسير وبيطلع كل يوم نازل ومحدش بقول له إيه اللي أنت بتعمله ده أو أن أنت صعبان علينا أو أن أنت بتجهد والشكوى بتيجي من اللي بيطلع الدور الأول الدور الخامس فالخامس الدور الخامس وإحنا في الدور التالي فطبعا أعتقد النادي الأهلي يا جماعة بدنيا إحنا ردينا بالأرقام وردينا بفكرة دور الـ 32 والدور التمهيدي لأن الدور التمهيدي يمكن فيه علاقة وصيقة بينه وما بين بعد الأندية ويمكن بيكون فيه اعتياد على لعب مثل هذه الأدوار بخلاف النادي الأهلي كبير القوم وسيد الكرة كان وسيظل نشوفكم بعد الفصل أهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الأهلي خط أحمر ودخلنا في موضوع زي ما بينقول تناول بلا تطاول إحنا ما عندناش أزمة إن حد يتناول النادي الأهلي الأزمة عندنا الحقيقة اللي دايما وأبدا أو خلينا نقول غالبا عشان نكون منصفين غالبا التناول بيكون غير صحيح التناول بيكون مش فقط اعتماد على الزاكرة الحالية لا ده انت لكمان عن المدى البعيد بيكون غير صحيح على الإطلاق وبتبدأ الرواية تجبر وتجبر وتجبر وإجذب ثم إجذب ثم إجذب حتى يصدق الآخرون وفي النهاية بتصدق نفسك ده بالضبط اللي ممكن ينطبق على تصرحات لعب نادي الزمالك محمود حمدي الوينش وبيتحدث عن عدالة الفار وتقنية الفيديو وبيتحدث عن مسابقات كتير كان ممكن يختلف بطلها لو كان موجود تقنية الفيديو في الماضي والكلام السهل سهل والكلام المرسل مرسل عادي جدا اطلع اقوله لكن كمان ان انت وانت عايش في القصة دي تتناسى أحداث ووقائع مش ممكن أبدا حد يتناسها تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعق نفترض مثلا ان الفارده كان موجود سنة 85 تمام ولا سنة 75 كان وضع وأعداد وأرقام إنجازات نادي الزمالكة تبقى مختلفة مية في المية طبعا مية في المية مية في المية لأن في دوريات كتير للزمالك خسرها بسبب مثلا بنت أو بنتين نقطة أو نقطتين للفريق المنافس بسبب مثلا جون جي مش جون أو ضرب الجزاء حسب تعالى الزمالك مش ضرب الجزاء وأنا كنت في الأستاذ يوم ماتش الجيش أنا من نشئين الجيش كنت في الأستاذ بألم الكور زي الشباب الصغيرين دول كده ومش هنسى الجون ده الجون كابتن محمد بطريكا طبعا ليه كل الاحترام والتجدير كان جون لو كسبوا الجيش هياخدوا الدور والزمالك نفس اللبناط تقريبا يعني ورابين من بعض كرة عرضية كده أنا وارا جون زي أحمد ومصطفى كده كابتن أحمد ومصطفى الله ما سيب الخير زي أقوا كده وقع دي وشايف أن ده غير مصار الدوري من نادي الزمالك للنادي الآلي في المباراة الأخيرة يعني ده الانحياز التأكيدي اللي أنا دايما بكلمكم عليه يعني إيه انحياز تأكيدي يعني أنت دايما بتروح تبحث في معلومات تتوافق مع هواك طب لو لقيت المعلومات دي لا تتوافق مع هواك هنعدي المرحلة دي بقى اللي وصلها محمود حمد الوينش اللي هو أنا هشكل المعلومات عشان تتوافق مع هوايا يعني أنا بعد الانحياز التأكيد كده بخطوة أو الانحياز الذاتي في علم النفس يعني راح لمباراة معروفة واضحة وشهيرة ودوري 2009 تكلمنا في كتير ويعني جبنا كل الحالات المتعلقة بالنادي الإسماعيلي اللي هو للأمانة هو كان منافس النادي الآلي في الدوري أو هو الاستفاق والنادي الآلي قدم بعد النتاج السلبية فقدر يوصلوا للمباراة فاصلة وتكلمنا عن مباراة الإسماعيلي والاتصالات وهدف والغيال الاتصالات هبط بفريق الاتصالات والحكم اللي بيشجع النادي الإسماعيلي الساد فتحي اللي لغالنا هدف وعدم احتساب ضرب الجزاء وكصة كبيرة كده في ماتش الشرطة فالوقائة بتاعت 2009 كلها معروفة لكن أنا روح حتى للمباراة دي اللي هو محمود حمد الوينش كان قاعد وراء الجول طب انت شفت الزقة ما شفتش ضربة الجزاء في نفس منطقة الجزاء دي اللي جيل بيرتو ما شفتاش يعني انت شفت بس الزقة أنا مش أقولك بقى نتيجة 3-1 والكلام ده أنا أقولك ما شفتش نفس الحكم ركل الجزاء اللي جيل بيرتو تفضع عن احتسابة ما شفتاش صدقني الحكم لو عنده زر شك هو أكيد يعني مش أقول إنك كرة زقة ولا ما فيها الزقة ده أنا بقولك هو لو عنده زر شك إن كان في زقة تأكد كان هيصفر تأكد كان هيصفر لأنه خدم لإسماعيلي في نهاية كاس مصر قبل كده قصدنا برضو إينادي القالي اللي حكم ريشا لكن القصة قصة صعبة إن أنا أكون شايف نادي الزمالك في المركز السادس في 2009 واجه أتحدث عن إنه منافس والمفترض بدل ما تتذكر زقة أبو تريكا تتذكر إزاي الزمالك في 3 سنين فقط لغير كان بعيد تماما عن إنه يدخل المربع الزهبي في 2006 وفي 2009 في 2006 يقول أصلاب تريكا وحرس الحدود ونقل لقى لحاسم الدوري بفارق دبل سكور يعني كان في مجموعة الوحدة وبقية الفرق في مجموعة الوحدة وفيز من يناير فإنحيا الزاتي ونسيان وأكيد محتاجين نقرر له شوية لا بصوا مش إنحيا الزاتي ده تضليل يعني ده تضليل والله مباشر يعني بص هي الفكرة برضو اللي احنا بنرجع لها عايز تطلع تتكلم في لقاء عن فريقك اعمل اللي انت عايزه قول أحسن فريق أفضل فريق يستحق كل البطولات إنما احنا هنا وفي نفس المكان ده الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن زيزو وتخياله اتكلمنا عن زيزو بالإيجاب يعني شيء ربما لن تراه أبدا فيه عند المنافس ولكن هنا قلنا تصرحات زيزو في لقاءه كانت متزنة جدا جدا وشفنا إن مفيش مشجع أهلاوي واحد هاجم زيزو ليه لأن الراجل تطلع تتكلم بمنطقة الاحترافية فيش أي مشكلة ولا حاجة تستدقى إن احنا هنا حنكتر زيزو عشان نهاجمه ده بالعكس ده احنا أشدنا به يعني شيء أنا بقول من الالتزام والضابط المانا اللي صعب تشوفه في أماكن أخرى ولكن لما تطلع تتحدث في كلام غير مستند لأي حاجة والكلام أنا قلت حاجة يا جماعة أسهل حاجة في الدنيا إنك تبقى تتكلم كلام معلوش دليل اللي هو إيه والله إحنا كنا نقدر ناخد تسعين بطولة لو الفار موجود أنهي فار ما هو ده برضو السؤال أنهي فار وعشان كده الناس بدأت تردد برضو ما أنا عندي تحفظ ففكرة أي حد يضيف جايلك عادي جدا هو لو الفار موجود من زمان ما كنتش حققت كل البطولات والله سؤال حلو بس طب ما الفار موجود في أفريقيا طب طب هو الأهلي بيحقق بطولات في الفار إزاي النادي الأهلي راح حقق برونزيتين وأول مرة في تاريخه يكسب منتري وأول مرة يكسب بالمراس كل ده وجود فار فأصلا أنا معنديش مشكلة مع الوينش بس أنا عندي مشكلة مع سؤال بقى بيردد دايما هو لو الفار حضرتك كان موجود ما كنتش كنادي زماني خدت كل البطولات طب ما أنا كسبان بوجود فار في نهاية أفريقيا يا جماعة أنا كنادي أهلي كسبان وبالقضية فأصعب هزيمة في تاريخ نادي الزمالك على مدار أفريقيا كلها على فكرة يعني وكان في فار حنبدأ بقى نقول إيه نروح ساعتها لحاجة تانية آه مصطفى غربال بقى الحاكم اللي هو في رأي مصنف رقم واحد حاليا داخل القر لأنه خد كاس عامل أندية حاكم دايما مصنف ودايما بياخد المباريات الكبيرة أو المباريات اللي هي على ألقاء لا نبدأ نروح تاني حاجة بقى سأخذ بالك أبم أصرحي تاني حاجة هو إجابته منطقية فعلا أنت وأنت بتتكلم كده وحيط لي أن إجابته منطقية حقيقي لو الفار ده ده الفار المصري ده لو كان موجود فعلا كان بطلاق كتير تتغيب ما احنا شايفين الفار دلوقتي صح؟ هو كلام منطقية معاك لو الفار المصري ده موجود كان مظهر الفار المصري انسى الفار المصري انسى يعني شفنا أحد الحراس مبارح يعني شفته حارس بيتقدم وبيسيب الخط أنا عايز أقولك أني 90% من ضربات الجزاء في الدور المصري نفس الحارس كان بيطلع ويسيب الخط فيها ومش وقف على الخط في ضربات الجزاء أنا معاك فعل هو هذا الفار اللي لو موجود كان فعلا البطولات هتختلف لأن ده فار فيه شاب تتشال وفيه روح بروتوكول وفيه احتواء وفيه كل حاجة سمعنا عنها فنرجع بقى لحديثا أو الوينش تحديدا يمكن اتكلمنا في المواسم اللي هي أصلا يعني إزاي هتاخد كلام اللعب حجة وهو مش عارف مين المنافس في موسم 2009 يعني فريق في المركز السادس بيتكلم ان هو المنافس فهل تسق في رأيه أعتقد أكيد أكيد لا طب لو جنبنا رأيه وجنبنا الماضي الصحيق اللي النادي الأهلي حقق فيه كل البطولات الممكنة وكده كده مش هيتغير والمستقبل بتاعنا على فكرة إن شاء الله طيب إن شاء الله أكيد طيب لو جينا بقى للحاضر بتاعنا والحاضر بتاع الوينش نفسه طب تعال اشوف بالفار وبقراء الخبراء يا وينش الفار المصري كان بيعمل معاك إيه وبيحسب لك إيه أو ما بيحسبش عليك إيه نطلع ونشوف الفيديو هنشوف بس في الحالة دي حاجتين هنلاقي إن الوينش الأول نازل برجله اليمين أو برجله الشمال بيحاول إن هو يعمل بلوكة عشان لو الكرة اتعاملت بالعرض وبعدين الكرة خبطت في رجل لاعب الجيش وعليت نكمل نكمل وهي في الهوى الوينش فعلا نجح إن هو يلمس الكرة ولكن طريق دخوله بالشكل ده لا هو برضو وصل لرجل لاعب الجيش وتسببت في سقوط اللاعب برضو دخوله بالشكل ده نوع من أنواع الإهمال وبالتالي كان يجب على حكم الفار إن هو يدخل وينبه الحنفي للحالة الإهمال موجود الحقيقة راكل الجزاء غير محتسبة على نادي الزمالك ولكن حكم الفار كل اللي سيطر على زهنه إن اللاعب وصل للكرة بنقول مش هو ده المعيار راكل الجزاء صحيحة لطلاع الجيش كان على الوينش الوينش كان لازم حكم الفار يتدخل ما تدخلش يعني كمان على فكرة جماعة خدوا بالكم الحتة دي الكسة مش حكم الساحة يعني مش حكم الفار استدع حكم الساحة وروح حكم الساحة اختلف ما حكم الفار ده ما قالش حكم الفار ما قالش للحكم فهنا الفار اللي لازم لازم الوينش يحبه أنا لو ما كانك عارف مش هحب الفار برضو لأن احنا ما بنحبش ده هو بس عشان نكون أمناء أنا متفق إن الوينش قالي الإجابة السليمة إن الفار كان هيغير دوريات كتير لكن احنا مشكلتنا مع المنهجية اللي تغيرت بيها البطولات فبنحاول نوضح الوينش نفسه ليه بيتكلم عن الفار بكل هذه المحبة لأن بالتأكيد العلاقة كانت متبادلة من قبل حكام الفار والوينش لأننا عندنا أيضا راكل الجزاء نطلع نشوفها الوينش عمل فيها إيه دي دفع بتاع الزمالك هو اللي زي زمير لعب الزمالك أنا شايفها بالسرعة أنا شايف بتاع الزمالك هو اللي دافع احنا هنحسب ديه ولو قرناه ببتاعت الزمالك والسيراميكا دي راكل الجزاء براند مركة مسجلة للعابي نادي الزمالك حصلت في الدوري ده والدوري الماضي كتير جدا دربات سابتة فييجي مدافع يزق لاعب الفريق المنافس على زميل زميله في الفرقة يعني الوينش يزق مدافع للجيش على مهاجم الزمالك وده اللي حصل بالزبط فالحكم هيشوف ايه مش هيشوف الوينش ما احنا قلنا خلاص الفار والوينش علاقة متبادلة فمش هيشوف الوينش هيشوف فقط لغير المدافع وهو بيرتطم في مهاجم نادي الزمالك مش ده بس يعني مش شرط كان الوينش افكركم انها برند بس انها كانت في مبارات امبي لما سيف الجزيري برضو زق لعب على يوسف اوباما فده الوينش وده الفار بتاع الوينش اللي الوينش عايزه يكون متواجد من سنة 85 عشان يغير مصار بطولات اعتقد يعني في حاجة واضحة ليه الوينش بيحب الفار لان الوينش صديق الفار ده 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 اللي بتشوفه ده ده انت طبيعي طبيعي تحب الفار الموسم الحالي مبارات المصري اللي الوينش لعبة واضحة كان لازم تحتسب ضرب الجزاء وكانت حتغيي ارسير المباراة ونادي المصري كان بيئن منها وطلع اشتاكة وبطالها مين الوينش اللي بيحب الفار تشوفوا اللعبة عشان تعرفوا سبب حب الوينش الفار نيجي للعبة دي وحناقف فيها شوية اللعبة دي بس حناقف احنا عايزناقف فينا ليه ان المخالفة من بره وليست من جوه يعني الاطراض بتوع المصري ان يكونوا عايزين ركل الجزاء هي من بره مش من جوه اللي هماني النهاردة مين اللي سحوز على الكورة هنشوف اللعبة اللي جاي بص بس مين اللي مسحوز على الكورة المصري ولا الزمالك الزمالك لا المصري 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 اللي واحد الكورة وبرجله واحد الكورة نمش بعد كده العرقلة تمت زوية من قدام كابت عرقلة تمت يزيلينسنا هنا هنا هتشوف كل حاك ما تستعجلش لاعب الزمالك لم يلعب الكورة رجله هتشوف هؤهو لها وقدم كابتر حازم كابتر حازم من الأول ما هي من الأول القدمه اسماء الكورة وليس على الكورة لا لعب للمصري اللي مسحوز اهو او 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 كابتر حازم رجله او اقرى اهو او يا كابتن المواخ nitrogen لا يا حاسم هو لعب على رجله المصري اللي لعب على كورة بص بيلعب رجله هاي من فوق الكورة الرجله بتعدي من فوق الكورة مش قدام الكورة إذن لعب المصر هاده الكورة الفار ندى الحكم لشان يوريره الحاجات دي انها من برة والحاجات دي كلها الحكم لم يحتسب طبعا في الأول وفي الآخر هو قرار الحكم وليس قرار الفار لكن هذه الحالة تستوجب ركلة حرة مباشرة خارج مطاط الجزاء وطرد مدافع نادي الزمالك الفيديو ده فيه مفارقات كتير جدا كلكم وانتو بتتفرجوا عندكو عين زينا شايف رجل الوينش وهي معدية كورة خلاص كابتن حازم امان في الستوديو بيقول ان الوينش لعب الكورة مع ان لحظة ارتكاب المخالفة كانت اصلا رجل الوينش عدت الكورة فبالتالي انتهت احتماليات بكل العلوم الطبيعية ان الوينش يكون لعب الكورة لان خلاص الكورة واخدى ما صارها والوينش بيدرب رجل قستن اموتو وكابتن حازم في الستوديو بيقاتل بيقاتل ان الوينش لعب الكورة هو هو كابتن حازم امام اللي طلع مبارح قال ان الدوري المصري فيه اخطاء تحكيم عادية وشوفوا الدوري الانجليزي وبنتعمل حكامنا بالفساد او توجيه الدوري واعتقد يا كابتن حازم برؤيتك دي صعب تشوف مشكلة اصلا حتشوفها ازاي لان احيانا القلب اللي بيشوف مش العين يا كابتن حازم اما بالنسبة لصديق الفار كابتن الوينش اعتقد هنا بقى رغم ان اللعبة واضحة وصريحة وكان يستحق فيها الطرد وكانت هتغير نتيجة المباراة لأ للامانة عشان احنا هنا امناء وموضوعيين الفار اتدخل الفار اتدخل ولكن لكن كان فيه رأي اخر وصديق اخر لكابتن محمود الوينش وهو حكم الساحة كابتن محمود عشور هو اللي هنا محمد معروف انا اسف هو اللي هنا تدخل ورغم استدعاء الفار ان الكرة هنا كانت واضحة وصريحة كان ليه رأي تاني خالص وقال ما فيهاش حاجة وهنا اعتقد مبرر ليه كابتن محمود الوينش كان شايف ان فيه حاجات تحكمية ممكن تضغير هو لو الوينش نفسه هو حكم الساحة ما كان الكابتن محمد معروف كان طلع الكارت الاحمر لنفسه بالتصرحات اللي قالها دي اسمعنا نزعلم منك لا 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 هيعمل هيعمل هو بس هو حابب البار ان هو مرضاش يترده لكن لو هو موجود نفسه كان طلع الكارت الاحمر لكن محمد معروف صعب يطلع الكارت الاحمر محمد معروف في الأقطات كتيرة جدا كان عامل مشترك يعني الصورة سبحان الله لما بتيجي من خلف المرمى بتلاقي لايب نادي الزمالك وفي ظهره الحكم محمد معروف ماتش السيراميكا كلي بطرة نفس الصورة بالزبط من وراء المرمى طريق حامد وفي ظهره وفي ظهره محمد معروف فدايما وقابلا هتلاقي محمد معروف في ظهر لعب الزمالك أثناء ارتكاب المخالفة فربما يمكن عشان هو في ظهر اللعب فمش شايف القرى كويس طب جبناك تشوفها صوت وصورة برضو مفيش فايدة على فكرة لما فارس قال لكم كابتن حازم بيدافع والصورة انتوا شايفينها اللي بيتعارد أمام كابتن حازم ما كانش صورة ده كان فيديو كان بيتعارد اللعبة اللي ما فيش أي لمس للكرة من الوينش على الإطلاق وكابتن حازم كان قابله كابتن أيمن يونس وطلع وقفه عند الشاشة لكابتن أحمد الشناوي بيدافع ودفاعه مستميد بس كابتن أيمن يونس مجرد محلل لكن كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الغريب في الموضوع أنا ما عنديش مشكلة عزومة مع حكم معتزل أو الكلام ده كله ولقاء مع حكم معتزل في أحد المطاعم ده موضوع عادي خلاص الحكم معتزل مش هو معتزل مش كان آخر وقع ليه ووقعت فرقه انتهت لكن أنا لما بقى شايف وأقول إن الدوري الإنجليزي فيه مخالفات وأخطاء تحكمية كبيرة جدا ويكون توجهي لما أجا طور التحكم المصري اختيار حكم إنجليزي يبقى أنا هنا عندي علامة استفهاء لو أنت مفهومك عن الدوري الإنجليزي الأخطاء دي طب رحت ليه لحكم إنجليزي تجيبه طور التحكم المصري احنا عندنا تحفظات ودي الصورة ودي محمد معروف طبعا اللي هو في ظهر لاعب نادي الزمالك مرتكب المخالفة طبعا مخرج معنا واللي أعداد صحيين يعني فأجاب لكم ليه أنتوا عايزينه فدايما وأبدأ نتلاقي معروف كده في ظهر لعبي نادي الزمالك نروح بقى للتصريحات المهمة جدا اللي همش وجهت نظرنا ده وجهت نظر فريق النادي المصري اللي كان متقدم واحد سفر وحالة التارد دي تخلي فرصه في الفوز بالمباراة أعلى نادي الزمالك فاز 2 و 1 نشوف كريم ذكري قال إيه بعد المباراة يمكننا جابت الحباج شوفت يمكن الشوف الأول كله ما كانش فيها فطاق ولا كان فيها فطاق والحمد لله قددنا في الزمالك وقدمنا بنادي جيب ما حزبه وقدمنا في الزمالك فاز 2 كرة واضحة واضحة لأي حاجة كرة بوستين قالوط بقراض مماشر فابو جابال جات عبقالة من الخلف من الونش نعم البارناة ده اللي كانت المعروف راح و بس كلنا نفاجعنا بالكرار ولا فيها فاول ولا فيها طار يعني الاختلاف كمان مش يعني كانت بالنسبة لنا احنا عالدكة احنا بكون من بره ولا من جوه لكن هي واضحة كرت أحمر نعم واضحة يعني بالنسبة لكم واضحة لو من بره كرت أحمر لو من جوه تبقى طاربة جزاء دي وجهت نظركوا يعني خلي بالك من دكة نعم 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 فكانت الطرد ده لو هي فعلا من بره والطرد ده يطرق معنا 180 درجة نعم انت بتلعب الزمالك وتقدم عليك واحد ويسرد منهم واحد كمان صحيح انا هجير مجردات الأمور طرد 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 مباشر وواضح لأي حد يعني انا شايف ان الموضوع النهاردة كان واضح جدا هتلي قرار غلط واحد من كابتن معروف النهاردة دي وجهت زمالك افتح القوس وحط كريم ذكري جنب كابتن حلم طولان جنب كابتن أحمد حسام ميدو عن أخطاء تحكمية عشان بس الوينش بيقولك الفار وتقنية الفار ولو كان الفار موجود ده الفار موجود لو كان الفار موجود كان ممكن مين تاني يتحط في القوس لما أحمد حسام ميدو انا كنت بلعب النهاردة الزمالك والحكام لما كابتن حلم طولان ياهو اللي مالوش دهري بيتضرب على بطنه لما كريم ذكري بيقن في مباراة الزمالك والمصري طب لو كان الفار موجود كان مين تاني ياهوانش هيطلع الكلب ده الفار اللي حماك ده الفار اللي انت محتاج فعلا يتواجد لانه بالفعل لو استمر تقنية الفيديو في مصر بالشكل ده اكيد اكيد البطولات في مصر هتبقى شكلها مختلف هتتغير لان انا بعمل تقنية الفيديو اي دوري في العالم بيعمل تقنية الفيديو الهدف ايه مزيد من العدالة انا مش بسعى لعدالة 100% لكن مزيد من العدالة الحالات اللي زي دي ما ينفعش اصلا تتعاد على تقنية الفيديو ما ينفعش حكم الفيديو يكون قاعد وشايف اللقطات دي يجيب حكم الساحة ويشوفها ويرجع ما يحسبهاش ما ينفعش ونيجي نازع لنقول احنا ليه بنتكلم عن التحكيم المصري هو ليه الناس بتشاكك في التحكيم المصري هو ده محتاج ده محتاج خلينا نكون حسن الظلم دي حكام ضعيفة مش قادرة تاخد قرارات سليمة مش قادرة تطبق القانون في موراة معينة لكن موراة تانية لا القانون بيتطبق سهل جدا محمد معروف نفسه موراة الزمالك والمقاولين مع أشرف بن شارق انفراد حتى على جانب الملعب طرد على طول مدافع المقاولين بدون تفكير لكن مع النادي الآية والمحلة وعرقلة المحمد شريف ما يترضوش مع النادي المصري والزمالك وعرقلة الوينش ما يترضوش فبالتالي في مشكلة في تقنية الفيديو وعشان كده مفيش حكم فيديو واحد موجود في كأس العالم اللي موجود الاتنين اللي من المغرب ليه لأن الانتباع اللي متاخد عن تطبيق تقنية الفيديو في مصر انتباع سيئ جدا إفاب مدية درجة سيئة جدا بتقنية الفيديو في مصر وعشان هي درجة سيئة جدا الوينش حبها أنا وضحك شان بتقول مفيش حكم فيديو موجود يعني في حكم ساحة يعني لا حكم فيديو ولا حكم ساحة ولا حد كان موجود من حكامنا في آخر عشهر مباريات في تصفات كأس العالم عن أفريقيا عشهر مباريات مفهومش حكم سيبك فيه موتشين بتوعنا ثمان مباريات مفيش حكم مصري يجيبوها جماعة تعال انت حكم ساحة كده تعال معانا كده بس عشان الشكل مفيش ليه لأن دي مستويات الحكام اللي الوينش نتجتها بيحب الفار ده اللي خلى 17 نادي من 18 يشتكوا إلا نادي واحد يفهمكوا ليه الوينش بيحب الفار اربطوا الكلام كلوا ببعض طيب نتلع بقى ونشوف لعبة مهمة جدا للوينش برضو تفهمك أكيد ليه لازم يحب الفار احتكاك كما نشوف هنا لعب نادي الزمال ايدي الشمال عاوزين نركز عليها وبعد كده وزبع عمل حاجتين أول حاجة هنا في خبطة بعد كده في وزبع على مهاجم نادي حرس الحدود الكرة دي طبعا ركلة جزاء واضحة كان لازم حكم من المباراة لو تأديره فيها مش كويس يطلع يشوفها مع حكام الفيديو أنا بس عاوز أقول يعني نصيحة للحكام جاي بيساعدك أنت ما تعتمدش عليه أصل محمود هو خارج عشان يشوف الكرة زعلان وهو خارج لا ده واحد جاي بيساعدك أنت تشوفها واخد قرارك في الأخير كابتن أيمن شرطان ورطانا كابتن سيك بشكورك بس برضو يعني كابتن صراحة كابتن سامينه بروعة بس هو التاريخ دايما بنقول إيه أخطاء التحكيم في اللعبة يعني الزمالكة أكتر واحد أخطاء التحكيم في اللعبة لابس المناج اللي قولناه لكو قبل ما نروح للوينش حبيب الفار خلاص أنتو حافظتوا معنا الفقرة دي تعرفك ليه الوينش شايف أن البطولات بنقالي والزمالكة هتحتغير لو الفار موجود عشان الفار بيعمل معاه كل ده انسى بقى أركين دي على جنب لأن دي برضو هنروح لها تاني نما نفس المناج اللي قولناه لكم كابتن حازم كابتن أيمن يونس خلاص هو مش لاقي حاجة يقولها في اللعبة اللي حيعرف يجدل ولا حيعرف يشد كابتن أحمد الشناوي هنا كان كابتن سامير عثمان ولا حيعرف يطلع يقوله لا أصل اللعبة ولا يجدل فيها قاله إيه سل أخطاء التحكمية معروفة أن هي بتحصل يعني مش الزمالك بس وحد قال حاجة وحد قال الزمالك بس حد تكلم يعني الإحساس أحيانا السنس بيبين المعنى ولكن اللعبة دي بقى اللي لوينش كان فيه ضرب الجزاء تفرق مع الحدود في إيه حرس الحدود هبط بسبب اللعبة دي لو حرس الحدود خد ضربة الجزاء دي كان زمانه قاعد في الدوري حرس الحدود هبط متخيل فريق بالكامل هبر باستثماره بوجوده في مسابقة نتيجة خطأ تحكيمي الوينش اللي ارتكبه والتحكيم المصري اللي ما حسبوش عليه فلازم تحب الفار لأن كمان الهدف ده أو اللعبة الغير محتسبة دي على الوينش هي اللي تسببت أن الزمالك يلعب كونفدرالية يلعب دوري أبطال فبالتالي كان وقتها قدر يوصل للمرحلة دي ويوصل للنهائي كاتدية 92 بالمزبورات لتجزاء دي بس أنا عايز سألتك سؤال يعني فريق بالكامل ينزل هو ممكن فريق جزء منه فريق بمجهوده بقدرته بكل حاجة بالروح باللاحتوان فطبعا الوينش كان معانا في الفقرة دي أعتقد فقرة هو ما يحبش يشوفها لأن للأمانة يا جماعة النادي الأهلي وهنا كأعلام النادي الأهلي عندنا دايما والله الرد بالصورة زي ما انتوا شايفين ودايما بنتمنى أن الناس تبعد عن حقوق النادي الأهلي عشان ما نضطرش نحطهم في الموقف ده وتعرفوا ليه الوينش بيحب الفور نشوفكم بعد الفاصل أهلا بحراركم جديد مازلنا مستمرين معاكم والأهلي خط أحمر ومازلنا بنشوف مين بيتحدث عن النادي الأهلي مين بيشكك في بطلات النادي الأهلي مين بيتناول عشان نتناول بلا تطاول بعد الوينش في شيكابالا شيكابالا نفس القصة في نفس الحلقة طلع قال الكلام اللي أخرجكم ما تسمعوا ده نشوف الفيديو ده أنا بقول لك أول الفرقة اللي موجودة في نزل مالك دي وقت دي دي من أحلى السنين لأنني أحلى السنين لديها كرة في حياتي كلها ده تصريح قوي ده من أحلى السنين لأنت لعبت فيها كرة في حياتي لأن الفرقة دي فعلا ربنا بيكل مجرودهم وبيخضي بطلات عشان فرقة الفرقة دي أول مرة في نزل مالك بقى كل الفرقة بتحب بعض طبعي بقى المسألة بقى ولا مسألة فرقة ولا مسألة عدالة ولا بتاع هي فرقة قوية وقدرت تنسجم وتحقق طبعا طبعا لأنني أولك الفرقة دي كلها مقريبين من بعض بس برضو الفر مهم من غير الفرقة ما كناش هنكسب في الحاجات كانت بتيجي علينا كانت زمان كانت بتحسد دلوقتي خلاص دلوقتي في عدل شوية والله بص أنا أقول لك الحكاية من موقف واحد ملوش في المسألة وأنت عارف وهنا دلوقتي اللي كنت بشوفه من الزمالكوية بيقلوه من سنتين هو اللي أنا بشوف الأهلوية النهاردة بيقلوه ونتائه وسطكم يعني الأهلوية السنة دي هم أكتر ناس بيشتكوا من التحكيم وأكتر ناس عندهم مشاكل صح؟ هي المسألة دايماً مين اللي كسبها؟ ممكن الناس ترجع الموضوعات اللي فاتت هتعرف مين اللي خد الأخصاء أكتر إحنا ولا هم بس خل الموضوع سهل خل الموضوع أسهل بالنسبة لكم إحنا ما كسبناش إحنا محد بساعدنا اللي إحنا نكسب الدورة إحنا خدناه بعرقنا بتعبنا هو الموضوع فعلا سهل بس أصدق جملة قالها شيكابالا في الفيديو ده قال إيه من غير الفار ما كناش كسبنا وإنتوا طبعا عرفتوا إحنا كنا بنتكلم في الفقرة الأولى ليه الوينش وليه شيكابالا بعده عايزين الفار ده لأن الفار المصري أي فار تاني جنبه يعني ما يقدرش يعمل اللي حصل في الموسمين اللي فاتوا دول ما يقدرش بجد بجد ما يقدرش فدي من أصدق الجمل اللي شيكابالا قالها وفيه جملة تانية أنا باعتبارها شهادة تاريخية وعشان نكون منصفين التحكيم ما بيمنحش للفريق الدوري أو بطولة بيتلاعب فيها 34 مباراة وهو ما عندوش مقاومات لده لا لازم يكون فيه مقاومات بالتأكيد ضمن المقاومات دي اللي قالها اللي شيكابالا من 2002 تقريبا في نادي الزمالك عشرين سنة يعني تعامل مع أجيال كتير جدا قالك أول مرة أول مرة ألاقي فريق نادي الزمالك بيحبوا بعض بالشكل ده دي نقدر نقول عليها مقاومات يبقى لما نيجي نتكلم على عشرين سنة شيكابالا لو تبدأ تفكر كده في الجملة اللي انت أولتادي تبقى تبقى عارف ان كان فيه مشاكل داخلية منعيتك ان انت تنافس بشكل قوي مش موجود فار من عدم موجود فار فبقى عندك النهاردة جيل بيحب بعضه وبيلعبه زي ما انت بتقول على قلب رجل واحد مع وجود تقنية الفار اللي انت بتقول لولا الفار ما كناش كسبنا البطولة عايز ايه تاني عايز ايه تاني واضح ليه بقى التشكيك في بطولة النادل الآلي ليه التشكيك في بطولة النادل الآلي بالتأكيد الفار لو لا ما كانش الزمالك خد بطولة الدور بالتأكيد ده الموجود لكن تعالوا هو قال حاجة مهمة جدا قال ايه تعالوا نتحاسب هي سهلة نشوف مين فينا اللي عنده اخطاءات تحكمية لا قبل ما نتحاسب لان احنا اكيد هنتحاسب والموسم اللي فات مع نهايته كلام ان نشوف الموسم اللي جاي هيحصل معانا ايه يا استاذ عمرو حيتدس علينا ده اللي تقال وهنتظلم طيب ده الفكرة المبرر اللي متحضر عشان لو فيه اي حاجة للي استثناء ان انت بطل الدوري حصلت يبقى دي المبرر جاهز ومعلب وفكرة سبب خسارة الدوري طب ده ما حصلش وبالعكس ما تدسش عليك ده انت اللي حصل ان فيه مجملات واضحة وصريحة وبالنقاط كان ايه الرد ان عدوا وحسبوا وحسبونا او نتحاسب في النقاط طيب عايزين نتحاسب ما عندناش مشكلة نتحاسب في ضربات جزاء محتسبة وانت اللي قلت ولما يتقال في قصة تتعلق بالنادي الاهلي ويتقال الناس تحاسبنا بالنقاط لا احنا هنا بنحاسب بالنقاط لما نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقب الدفعة دي لغت كل حاجة بعد كده بالظاف هي دي دي الدفعة لما دفعته خلي التوازن خلاص ده وقع وكان ممكن هو هو العرق للعب ده بالظاف لكن العرقان نتيجة للدفع اللعب ده يعني كورز دي يا جماعة والله ما فاعها خمسين في الخمسين كورز دي فول على مهاجم اصلا يعني انا مش هروح لخطو تركي دي دافعة بتاع الزمالك هو الزاء زميل لا بالزمالك ووله دي أنا شايفها بالصورة أنا شايفة بالزمالك هو اللي دافع احنا هنحسب دي ولو كورنراب بتاعت الزمالك والسيراميكا احنا اللي يحسب اللي فاتت يحسب دي لا مش شايفين قدامنا ما فيه عرقال مفيش عرقال صور تانية صور تانية هنا في لقاطة تانية حمد فاتحي رجله الشمال مع عرقالا الجزيرة ما ده يا كابتن مش واضح في الصورة قدامنا يا كابتن مش واضح من كده طب يعني حضرك مش قادر تاخد قرار مش واضح طب قولا كاب سمير يستمر اللعب يستمر اللعب لا توجد ضربة جزاء من وجهة نظر حضرك طب واحنا مش بنرجع نقط ده احنا كمان بنرجع معاكم مفهوم ليه لان انبي كان فيها نقط طلع الجيش كان فيها نقط ورقلات جزاء واضحة وازاي تم فيها القرارات التحكمية غير صحيحة بالمرة وده بحساب النقط وده اللي نادي الزمالك استفاد به ولكن بنرجع معاكم كمان مفهوم لان سيف الجزيري لما تحسب له رقل الجزاء كانت مع مفهوم مهم جدا حصل تحكميا يا شيكابالا اسمه الاحتواء الموسم اللي انت بتتكلم فيه وتقول راجع هو فيه فضيحة تحكمية حتى لو مش معنا هنا تخص نادي الزمالك فيه كلمة روح البروتوكول خطأ في مخلفة نص ولواقح وقانون التحكيم واضح وصريح وده فكرة التحكيم اللي انت بتتكلم عنه هو سيف الجزيري مش بس الروح مش الاحتواء لا ده كمان سيف الجزيري خمسين خمسين يا سيف فنروح بقى لضرب الجزاء واضحة وصريحة لفريق سيراميكا كليوباترا لم تحتسب على نادي الزمالك المسلوسي لما الولد بيعرب من الشد بتعترق حامد بيعرب بالجنب كده رأى عند المسلوسي امزقه بص واحد زيارة بص ويروح التاني امزقه بايده يعني طب اهرب اروح فين بيعرب بالفانيلا ليت الايد بقى ورايه بتزقه بالشكل طبعا وشيء طبيعي مش طبيعي الخبير اللي قال انها مش ركل الجزاء بقد ده خبير في ايه صعب ا ur شيء طبيعي ان معروف ما يحسبش في ظاهر المدافع في ظاهر لعب الزمالي وشيء طبيعي إن الحنف اللي قاعد في تقنية الفيديو ما يحسبش لكن اللي كان عند الكابتن سامير عثمان مش طبيعي إن الخبير اللي اعتمد عليه الكابتن عسام عبد الفتاح قال دي مش راكل الجزاء فده اللي استفز فعلا الكابتن سامير عثمان لإن شيء طبيعي فعلا إن معروف ما يحسبش كمان ما كانتش دي بس انت قلت نتحاسب ما كانش ده بس الحساب اللي معانا لا لسه الحساب تيهي القوي حساب الظار المسم ده والتحكيم ده فيما يخص سواء على النادي الأهلي أو للمنافس تيهي القوي نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقل شوف ماسك مدافع في يوتشر ازاي من رقبته على فكرة الكرة نزلت عنده وهو منع أنه يوصل للكرة ده في اللايف يعني أنا طبيعة الموتش كويس هنا الهدف احتصي واستم استقناف اللعبة بسرعة جدا ده قبل ما تروح للسيسي بس الهدف ده مش مش اللي جابه محمودة لا ده لا مش هو اللي جابه لا طيب ده بس فيه خطأ قبل الهدف ها هنا الهدف مفروض يتم إلغائه وكان المفروض الفار يشاك على اللعبة دي بالشكل ده ويستدعي محمد الحنفي ويقول له فيه خطأ قبل الهدف لكن احنا شوفنا اللي حصل بعدها تم استقناف اللعبة بسرعة جدا وده على غير العادة زي ما بنشوف احنا بنشوف دايما التشيك بيحصل على الهدف ممكن نقعد دقيقة ودقيقتين وثلاثة زي الهدف اللي بتاع الزمالك اللي جبناه اما قعدنا اربع دقايق في الاخر مش عارفين هو هدف ولا مش هدف ده رأيك في كشف الحساب دايش كبالا هاتقد محمد الحنفي الحكم الساحة كان من نجوم الموسم يعني تحكميا وكان بشكل واضح اخطاء ومؤسرة ده كشف حساب بسيط تلت ضربات جزاء للزمالك احتسبت غير مستحقة ركل الجزاء للمنافسين لم تحتسب وهدف غير مستحق لنادي الزمالك ايضا كان فيه فاول واضح وصريح ده حاجة بسيطة بس كده من كشف الحساب بما أن غير حالات الطرد غير كامده طبعا عشان كده بنقول حاجة بسيطة يعني حاجة علماشي كده فاعتقد فكرة التصرحات السنة دي هدفها يمكن اسهمات التصرحات لشكبالا كانت اكتر من اسهماته بهدفين في تحقيق الزمالك للدوري نشوفكم بعد التواصل ورجعنا لكم مرة تانية والاهلي خط أحمر تكلمنا عن تقنية الفيديو اللي بيحبها الوينش واللي بيشاركه في المحبة الكابتن شكبالا وتكلمنا عن لو تواجد تقنية الفيديو كان يتغير مصر البطولات ايوة كان يتغير مصر البطولات ده اللي احنا متفقين عليه لكن مش متفقين على المنهجية او ازاي تتغير اتجاه البطولة او يتغير اتجاه البطولة الكابتن ياسر عبدالرقوف هيوضح لنا ازاي ممكن يتغير اتجاه البطولة في وجود تقنية الفيديو اللي افتقدت او اكتمل فيها كل شيء وافتقدت حاجة واحدة العدالة اللي قال المفترض اساسا جاي عشان تطبقها نشوف الكابتن ياسر عبدالرقوف احنا عندنا كابتن خالد 150 رقل جزئات حسر تمام في تسعة وتسعين حسابهم حكم الساحة بنفسه بدون معاونة من الحكم الفار في يوم 14 رقل جزئات خطأ من وجهة نظري تمام وخمسة وتمانين صحيحة تمام الخمسة وتمانين صحيحة دي عملت بالنسبة للحكام الساحة 86% عملت بالنسبة له بالنسبة للاخطاء 14% والفار حساب 51 هدف حكم الفار 51 في ضرب الجزاء رقل الجزاء فيهم 47 سليمة واربعة أنا مختلف معاهم فيها النسبة عالية جدا 92 يعني حكم الفار أضق في احتسابهم من رقلات الجزاء احنا بنتكلم في 150 رقل الجزاء 150 رقل الجزاء دول الخطأ فيهم 28 رقلة بالنسبة 18% رقم عالي رقلات الجزاء دي تسجل منها 122 رقلة بالنسبة 80% عشان كنا بنقول رقلات الجزاء من الأخطاء المؤسرة عندنا بالنسبة لرقلات الجزاء الغير محتسبة ركز في الرقم 36 رقلة ده من وجهة نظري أنا تمام الفار ما تدخلش في ولا رقلة يعني حوالي 17 رقلة ما تدخلش في حكم الفار إن هو يصحح وتسعة تدخل والحكم أصر على قراره خمسة فيهم الحكم الأربعة فيهم الحكم أصر على قراره وخمسة فيهم حكم الفار كان أساسا تدخله تدخل خطأ تمام تمام طيب الكلام ده بقى قدى لإيه قدى لإن إحنا تغير عندنا نتيجة 33 مباراة نتيجتهم نتيجتهم وده رقم كبير رقم كبير نسبة 306 مباراة ده عمل لنا حوالي 10.5% من إجمال المباراة يعني عندنا كل أسبوع تعريبا في مباراة تتغير نتيجتها تمام رقم كبير في وجود تقنية الفار تمام طيب من ناحية تانية عندنا في 25 رقل الجزاء حسوم الحكم تمام والفار رجعوا فيهم تمام تمام منهم 5 تدخل خاطئ يعني حوالي 20 الفار ادخل فيهم صحيح يعني 20 أنقص فيهم الحكم من أن هو يحسب رقلات جزاء من السليمة حتقدي إلى أن هي ممكن تغير نتيجة المباراة احنا قلنا أن فيه 36 رقل الجزاء لم تحتسب الفار ما كانش موجود فيهم الفار ما كانش موجود فيهم مش شايفهم أنت دورك إيه لا أنا ما ليش دور لما يكون فيه 36 رقل الجزاء وإنت دورك أن أنت تجيب حكم الساحة تقول له فيه رقلات جزاء هنا يا فندم يا حكم فيه رقل الجزاء لا ما فيش طب أنت شغال إيه تقنية الفيديو جاي بتعمل إيه بتاخد أجر على إيه يعني أنا عايز أفهم ده ده 36 رقل الجزاء لما يكون 33 مباراة ده من وجهة نظر الكابتن ياسر عبد الروف مش من وجهة نظرنا اتغيرت نتيجتهم مباراة كل أسبوع بتتغير نتيجتها 33 مباراة بأي عين ممكن حد يجي يكلمنا عن تطبيق تقنية الفيديو أنها بتحقق عدالة بأي عين بأي عين بعد اللي احنا استعرضنا ده أعتقد الأمر أصبح واضح جدا وأعتقد اللي هيحب تقنية الفيديو هيحب أخطأها لصالحه يمكن اختلفت مع كابتن ياسر عبد الرؤوف في بعض الأراء ولكن للأمانة دي تاني قضية بعد قضية أفشة بس كلهم في مجال أفشة في كرة القدم ودي قضية في التحكين الرجل خلص قضية الفار احنا طول الموسم بنكلمكم في لعبات وضربات جزاء تلاتة وتلاتين مباراة اتغيرت نتيجتها في وجود الفار الفار ده يا جماعة موجودة عشان فكرة النتيجة تقول لي الأخطاء بقت في حدود يعني حاجة صعبة جدا مش كلا الصورة ما تعرضتش فيها حاجة كانت لقطة التصوير فيها صعبة عدد الكاميرات ما جابهاش من كذا زاوية أتفهم تلاتة وتلاتين مباراة في وجود الفار تلاتة وتلاتين مباراة اتغيرت نتيجتهم تسعة وتسعين نقطة ده يا جماعة يخلي عندنا مصدقية معاكم على مدار الموسم اللي فات كله لما كنا بنقول فيه فار بس ما فيش عدالة واللي قبله طبعا ما هو الموسمين كان فار وهمي يعني فيه فار وما فيش عدالة الفار يا جماعة ده مجرد وسيلة مش غاية يا جماعة لما نقعد نشرح لكم نقول لكم مش معنى ان فيه حد بيحرس مكان او بيحرس مكان معناها ان ده فعلا بيضمن ليك ان المكان ده مثلا ما يتسرقش ولا ما يحصلش فيه حاجة العبرة والعلة بان الراجل ده قام بدوره ولا لأ فالعبرة والعلة الفار قام بدوره ولا لأ واكيد الفار اللي تسعة وتسعين نقطة في وجوده كانت ظالمة مستحيل اي حد منصف يقول انه كان عادل لانه ابدا لم يكون عادلا وده بكلام كابتن ياسر عبد الرقوف واحنا ليه اختارنا الكلام ده كان ممكن نعمل لكم الاحصائية دي ولكن هتقولوا هنا بنعملها في قناة النادي الاهلي لا ده تقالت لدى المنافس واحنا موافقين عليها بس عندنا حاجة بنؤكد عليها لان هي بتشير الى عدم عدالة الفار في اللي هتسمعوه ولكن عندنا مفاجأة فيها لان الجزء الوحيد اللي يخص النادي اهلي هو اللي ايضا كان غير عادل في الكلام لما تسمعوا الفيديو هتفهموا عصدي فيه اربع فرق عندنا اولا طبعا كل الفرق اتأثرت سلبا واجابا تمام ولكن احنا هنتكلم على الاخطاء المؤسرة يعني كل الفرق اتأثرت باخطاء التحكيم تمام ولكن كان فيه اخطاء والفرق بتكسب فبتعدي مش هنهتبه لاخطاء مؤسرة لو قفنا عند الاخطاء المؤسرة هنلاقي ان فيه اربع فرق تمام ما تضررواش من اخطاء التحكيم خالص نهائي خالص في الدور المصر في الدور المصر مين بقى الجونة الإسماعيلي بيراميدز سموحة لا والله دول الاربع فرق اللي ما فيه اي غلطة عليهم ولا ليهم خالص استفادوا بس استفادوا بس استفادوا من الاخطاء التحكيمية المؤسرة بيراميدز سموحة الجونة الإسماعيلي يعني الجونة اللي نزل استفاد فقط اه تمام عندنا فيه ثلاث فرق الأقصر تضررا سيراميكا تضرر في خمس مباريات مؤثرين اتغيرت نتجته سواء بالتعادل أو بالهزيمة المقاولين أربع مباريات المقصة لنزل أربع مباريات دول أكتر فرق تضرروا بالتحكيم المقصة المقاولين المقصة المقاولين سيراميكا سيراميكا هي أكبرهم اللي هي خمس مباريات يعني إحنا هناخد بالكلام ده في جزئية وحنضيف جزئية تخصنا تخيل أربع فرق بس هي خلال المسابقة اللي ما تضررتش خالص من الفار اللي الناس قالت جاء عشان يضمن العدالة منهم فرق اللي هي ما تضررتش خالص استفادت قدامنا ومنهم طبعا مباراة سموحة وكنا عرضنا فيها إزاي النادي الأهلي تضرر ومنهم فرق أخرى هبطت وهي ما تضررتش خلال الفار وهنا طبيعي ولكن عندنا معادلة مهمة جدا إن تقال فيه تلت فرق هما الأكثر تضررة من الفار لاحظ إن اسم الأهلي ما ظهرش وإحنا موافقين على القاعدة اللي قالت إن التلت فرق دول تضرروا سيراميكا كولوباترا المقاولين المقصة سيراميكا كولوباترا هو الأعلى بخمسة المقاولين أربعة المقصة أربعة هتوقف هنا اللحظات يا جماعة أنتو طول الموسم عمالين تقولوا إن الأهلي فقد نقاط بالفار وتضرر في مباريات وهو الرجل اللي أنتو لسه قاعدين من شوية إن قال إن 99 نقطة في الدوري كانت ظالمة في وجود الفار ما جابش سيرة النادي الأهلي مش هنقول بقراءنا هو قال إن قاعدة إيه خمس مباريات لسيراميكا أربعة للمقاولين واربعة للمقصة كان أكثر تضررا بس هنا النادي الأهلي هنيجي نقف عند وقفة مهمة جدا لا هو السؤال هنا هو الكابتن ياسر عبد الروف ليه اختر أربعة الأكثر أو اللي ما تضرروش خالص واختر تلاتة بس ليه ما اخترش خمسة مثلا هل لأ إن نادي الزمالك من وجهة نظره فيه ركل الجزاء لصالح نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الشرقية للدخان فبالتالي خرج من المعادلة لأننا مش عارف فيه أخطاء تانية نادي الزمالك يعني اتضرر فيها ولا لا فياريت يعني الكابتن ياسر عبد الروف يوضح لنا ليه هنا اختر أربعة وهنا اختر تلاتة بس هل كان الآن لو اختر خمسة وخمسة نبدأ نلاقي أسماء الأهلي والزمالك في المعادلة طيب هو حط تلاتة ماش يا سيدي الحمد لله ما فيش فيه من نادي الزمالك ومن وجهة نظرك عندنا سيراميك كولوباتر خمس مباريات أنا جايب لك ست مباريات للنادي الأهلي بقراء خبراء التحكيم النادي الأهلي تضر فيه أنا بشكرك جدا ان انت حددت لنا بمعادلتك وبوجهة نظرك ان اكثر فريق تضررا كان في خمس مباريات فقط لغير عشان انت انا سمعك دلوقتي قراء خبراء التحكيم بيتكلموا عن ست مباريات نطلع ونشوف الفيديو بنك الأهلي والأهلي حالة عملت لغة كبير جدا 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 صحيح الحكام اتخذوا إجراءات من الصح وان حكم الفار ما كانش يجب عليه ان هو يدخل في حالة زي دي انت كحكم فار ما لكش ان انت تتدخل في الاستقنافات خالص ولا من بعيد ولا من قريب وكان لابد في حالة زي دي ان الهدف يتم احتسابه ولكن للأسف حكم ورارة منه حكم كبير خرج رجع لشاشة المراجعة وبالتالي لغى الهدف بحقيقة كان قرار هو التنفيذ كان خاطئ لكن مش من حاجة من فار انه يتدخل اللاعب المدافع ده اللي انا حاسب رامي ربيع عليه اللي هحاسبه عليه يقدر يمنع اللي جابه بجلد دوت منه يجيب جلد لا يقدر يمنعه لا وما اللي انا حاسب رامي ربيع عليه حاسبه ليه اذا كان حارس المرمى اللي بقديل الاتنين ما اقرفش يمنحها هم الاتنين موجودين ده في موقف تسلل واصل على ده لكن الاتنين بره المكان اللي فيه اللعبة النشط الفعل انا في وجهة نظري شوف احنا نختلف وعلى فكرة من اموره قريبة في وجهة نظري ان هذه اللعبة لا يوجد فيها تسلل هنفتح وقف ممتاز كده برشتاو ابعاد بثنين شخص ابعاد يبقى الكرة دي سليمة بناء على الخط ثم الاكتاد اللي هنعملنا نعم الكرة دي مش جدلية مش جدلية انا بالنسبة لي انا مش جدلية بصراحة اللي عاوز يهرب من التحليل في الكرة دي هيقول لها كل ما واحدة بس الخطوط تتحطط لطش هنا بالستارز في الرجل من تحت لطش المدافع هنا راح يلعب كرة عدت ورح مكمل في الرجل دي حلقة اللازمة من الفارو هنا يجيب الحاكم راكلة جزاء انا بقول من وجهة نظري هنا دي صحيحة لم تحتسب لمحمد الشريف في لعبة في اللعبة بالنسبة لي لعبة 2 راكلة 2 جزاء للنابل الاهلي في 3-30 في راكلة جزاء لمحمد الشريف لم تحتسب اللي هي أخذ محمد شريف الكرة بسدرو بسدرو واللعب المصري دي رفع للجسم دي نسك تقدم الخص نسك كامل من لعب النظر المصري لحسان حسن وكان دي لازم يتم استدعاءه من حسام ربار ويشوفها ودي راكلة جزاء صحيحة تانية شايف من وجهة نظري على الأقل في حالة هنا هنشوفها التاكلنج هنا بس التاكلنج بالقدم اليمنى على الأقل هزقول اني على الأقل الفور كان يجب أن يتم استعال حكم حتى ما خدتش حتى كابتن الشريف حتى ولو 30 سنة ولا ديئة ده ست مباريات تضرر فيها هندي الأهلي تضرر واضح مش وجهة نظرنا ده وجهة نظر خبراء التحكيم أنا عارف كابتن ياسر عبد الرقوف هيقول لا ما أنا ليه وجهة نظر مختلف عن وجهة نظر قراء خبراء التحكيم هقولك موافقين بس وجهة نظرك أصلا يا كابتن ياسر هل فعلا كانت صحيحة أو متسقة مع ذاتها لما بتتغير ألوان التشيرتات لأنه هو قال أن هدف الأهلي في المقاولين العرب تسلل اللي الكابتن جمال غندور قال هدف صحيح الكابتن بياسر عبد الرقوف قال تسلل كابتن ياسر عبد الرقوف اللي قال تسلل في مباراة المحلة والاتحاد تحقل ونشوف رأيه الأول الأول هنجبها من الزهار الجانبية من الزهار الخلفية ونشوف هل الراجل المدافع كان عنده القدرة أساساً هو يوصل للكورة والمهاجر في موقف تسلل أعاقه لا هنشوفها من هنا بص الكورة مع الدين من قصاد المدافع كمش كمش من قصاد المدافع المدافع السام ملعبهاش تمام حادث المرمى من البداية خالص شايف المصدر وشايف الكورة وبرضو ملحقهاش ممكن يكون خد عينه مع الخد عينه ده كورة جاي من ناحية العكسية أيوة كابتن لو هو مش واقف بص كل ده همركز مع المهاجم التالي لا 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 هو كل ده عينه على الكورة يعني انت شاف انها الكورة هدف طبعا انا شاف انه فيش اي تأثير ولا على المدافع ولا على حارس المرمى والهدف طبعا سليم وتميز مرحمة حسام الحقيقة كل اللي قاله كابتن ياسر عبد الرقوف في لعبة الأهل والمؤولين بيتعارض تماما مع اللي قاله في الفيديو ده لان ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان الاختلاف الوحيد اللي بيجي في كلام كابتن ياسر ويتخلى عن كل موضوعيته اللي دايما بيقولها لما يبقى الأهل يطرف في الموضوع قبل ما نختم معاكم نتمنى طبعا الحلقة تكون عجبتكم ونشكركم على ردود الأفعال وكمان في تعزية واجبة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد الضماطي في وفاة شقيقة والده رحمها الله نتمنى ان ربنا يتغمدها برحمته ولخالص أسرته الصبر والسلوان ربنا يغفر لي ورحمها خالص التعزي طبعا للمحترم الاستاذ محمد الضماطي ربنا يغفر لي ورحمها ويلهمكم الصبر والسلوان تمنى تكونوا كنتوا معانا على مدار حلقة بينا كتير فيها من الحقائق وحيبقى حقيقة واحدة هي غير قابلة للطمس أبدا أن النادي الأهلي خطع ترجمة نانسي قنقر